بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا على يوم الدين أشكر سعادتكم على حضور هذه الدورة والبرنامج التدريبي بعنوان أفضل الممارسات لمهارات إعداد الاستبانة طبعًا إعداد الاستبانة كله بيعدل الاستبانات أغلب الناس بيستخدم الاستبانات في البحوث العلمية ولكن ماذا عن أفضل الممارسات؟ ماذا عن أفضل الممارسات في إعداد الاستبانات؟ وهل هو المصطلح استبانة والاستبيان؟ الأدق هذه الدورة بإذن الله الفئة المستهدفة من أعضاء وعضاء تدريس المحاضرين والمعايدين وطلبة الدرسات العليا كنت أتود أعرف على سعادتكم بشيء مختصر فلو حد كل واحد من حضرتكم يعرفني بنفسه سريعًا وما الهدف من حضور الدورة؟ أهلاً دكتور إيمان، أهلاً دكتور محمد أهلاً دكتور مازن، دكتور عبد الرحمن، صحة، نعم، صحة دكتور أمل، دكتور وداد عاصم، أهلاً بحضرتك دكتور محمد شاكل، دكتور أسد piece دكتور سمر قانونا، دكتور سمر قانونا، دكتور وليد، دكتور عيسى، سيدة خلود دكتور عبير دكتور نداء البكري دكتور حسان دكتور هدى سيدة زيحي عسيري دكتور نصرة سيدة سمر سيدة أحمد محمود دكتور أحمد محمود أحمد دكتور محاسن سيدة سارة سيدة أمل متولي أو دكتور أمل متولي أهلاً بحضرتكم جميعاً أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً شكراً لكم وسعدت بمعرفتكم وإن شاء الله أسعى بقدر الإمكان أن ألبي جميع طلباتكم في هذه الدورة بإذن الله تعالى أهلاً أطلم الحضرتكم بالتركيز ولو في شيء أو استفسار شيء نخلي الوقت المناقشة في أنا أخلي كل 10 دقائق مناقشة إن شاء الله حتى يصير فيه تفاعل التعريف بنفسي أنا وأستاذ جميعاً بجامعة الملك سعود دكتور أمناهج وتدريس رضيات عملت مستشاراً الوكيل الجامعة لتطوير العمال وعمل مستشاراً لعمل تطوير المهارات أحد مؤسسي إعمالة تطوير المهارات كنت مستشاراً بعملت البحث العلمي مدرب ومحكم دولي معتمد مدقق جودة ومقيم عمل مستشاراً تدريب ومحل الإحصائي لعدل العديد من الجهات قدم العديد من المرامج التدريبية شارك في تنظيم مؤتمرات وملتقيات وندوات ودورات تدريبية وعلمينا في جامعة الملك سعود نديه نشر علمي في مجلات ومؤتمرات علمية ومحكمة مدرب معتمد من ونوب في ساينس ISI ومقدم لدورة النشر العلمي في ISI شارك في تأسيس مراكز التدريبية وبحثية وبيوت خبرة شارك في أعداد وتطوير عدد من المرامج وجلب الاعتمادات الدولية لها عملت كمدير مشاريع لبعض المشروعات الكبرى واحد المشاريع اللي عملت فيها هو كان مشروع عن منطقة أبهة مشروع قومي وكلسة حديثاً هذا أيضاً أحب الخير لجميع وأحب العمل مروح الفريق طبعاً من لا يشكر الناس لا يشكر الله أشكر باسمكم جميعاً سعادة الدكتورة زهبة عبدالله وكيلة عمادة البحث العلمي لشاطر الطلبات لدعواتها الكريمة لتقديم هذه الدورة كما أشكر سعادة الدكتور حامد مجدوع القرني عميد البحث العلمي وأشكر جميع من سوبي عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد لدعواتهم الكريمة لتقديم هذه الدورة أو هذا البرنامج التدريب بعد إذن يجب القول أنه من الخطأ أن ينظر إلى البحث العلمي ومجالات تطبيقاته ومجالات تطبيقاته على أنه رفاهية لا تمتلكها الدول النامية لأن ذلك القول ثبت قطأه حيث تبكنت العديد من الدول النامية بل الفقيرة حيانة من تقطي الحاجز الفاصل بينها وبين نظيراتها المتقدمة بمزيد من الاستثمار الوافر في مجالات البحث العلمي والتنمية هذه مقولة لمرحوم البروفيسور أحمد زويل البحث العلمي لا يقتصر على الدول المتقدمة فقط ولكن الدول النامية هي أيضا بدأت خطوات واسعة وكبيرة في هذا المجال وبدأت نهضتها من خلال البحث العلمي طبعا البحث العلمي في المجالات الإنسانية زوء أهمية موازية للبحوث العلمية في التخصصات العلمية إذا أحد يهمل الجانبين لأن كل الضراعين هما مقومان للبحث العلمي وسبب واحد أسباب التقدم في المجتمعات فيه سؤال أريد أن أسأله ما العلاقة بين الميزان والاستبيان؟ هل في علاقة من الميزان والاستبيان؟ هل توجد علاقة بين الميزان والاستبيان؟ وإذا كانت في علاقة ما هي نوع العلاقة؟ نعم العلاقة تكمية العلاقة السبياني يكشف العيوب التي بحلها نصل التوازن ترجيح رأي أو كفة على الأخرى تمام أحسنتم الاستبيان يوزن البحث نعم هما مقيس للتقدير نعم العلاقة التوازن نعم جميعها تظهر نتائج نعم الميزان أداء والاستبيان من قياس تحليل نعم أشكركم طبعا على الإجابات ولكن تعالوا ننظر لأداتين دولا بشيء من التفصيل الميزان والاستبيان الميزان هو أداء لقياس الوزن والاستبيان هو أداء ولكن لا تقيس وزن ولكن تقيس إيه؟ تقيس اتجاهات وأراء هذا الميزان يقيس شيء كمي أو شيء محسوس أما الاستبيان تقيس شيء معنوي طيب الأشياء المعنوية من مشاكلها أنه هو يسعب قياسها بدقة وأيضا فيه أخطاء في القياس أيضا الميزان فيه أخطاء للقياس فيه أخطاء في القياس يعني مثلا الميزان لو عايد أنا أقيس شيء عايد فممكن أستخدم ميزان عايد وأعتبر هذا الميزان وقيسي وزن لكن إذا كنت أريد قياس شيء دقيق مثل الزهب هل ينفع الميزان العادي لقياس الزهب؟ بالطبع لا كذلك الاستبيان كلما تريد إذا أردت أن تحصل على نتائج نتائج دقيقة كلما كان التركيز في بناء استبيانة جيدة لجمع بيانات أو اتخاذ قرار مصيري يعني فهنا الميزان والاستبيانة كلاهما أدوات قياس ولكن هذا قياس شيء محسوس وهذا شيء معنوي أيضا إذا أردت أن أحصل على جودة في القياس فلازم أستخدم ميزان حساس أيضا هنا إذا أردت أن أحصل على معلومات دقيقة فلابد من إعداد استبيانة جيدة أو وهنا بعض الاستبيانات ربما يستغرق شهور في إعدادها لأن الباحث عايز يوصل إلى معلومات دقيقة لذلك يبزل مجهود في بناء هذه الاستبيانة وفي تحكيمها وفي تطبيقها والتأكد من كل صلاحياتها قبل التطبيق فهذا كنت أحبت أوضح هذا الفرق بين الميزان والاستبيانة هما الاثنين أداة هما الاثنين يستخدموا للقياس هما الاثنين يستخدموا للقياس في نهاية الدورة بإذن الله تعالى سيكون المتدرب قادرا على أن يعرف مفهوم الاستبيانة يعرف كيفية بناء الاستبيانة يربط بين المحاور والأسئلة البحسية محاور الاستبيانة والأسئلة البحسية يصمم الاستبيانة وفق المنهج العلمي المستخدم فأن كل منهج العلمي لطريقة في إعداد الاستبيانة أيضا يجري تطبيقات عملية على بناء الاستبيانة بالنسبة للمهارات البحث العلمي هناك العديد من مهارات البحث العلمي ينبغي على عضوة هيتاديس أو طالب الدراسات العليا أو طالبة الدراسات العليا ألمام بها جيدا حتى يتمكن من إجراء بحث جيد من هذه المهارات مهارات الاطلاع على اللواح والأنظمة وعند مهارات الاطلاع على أخلاقات البحث العلمي وهذه لوحة جديدة ظهرت للأخلاقات البحث العلمي ينبغي أن يكون الباحث أو عضوة هيتاديس على العلمي بها مهارات الاطلاع على بحث التخصص أيضا كيف يطلع على بحث التخصص في مجال تخصصه حتى يثري البحث الخاص به ويستفيد أيضا منه في بناء الاستبانة أيضا مهارات كتابة الدراسات السابقة إزاي نطلع على الدراسات السابقة ونستخلص منها ما يفيد البحث أو ما يفيد الدراسة سواء دراسة ماجستير أو دكتوراه أو بحوث ترقية أيضا مهارات البحث في قاعد البانات كيف نبحث في قاعد البانات وكيف طبعا عندي في قاعد البانات أكثر من تروليونات الأبحاث طبعا كيف أنا أبحث بسرعة في مجال تخصصي هذه مهارة ولها تكتيكات مهارات الاقتباس العلمي كيف أقتبس علميا من الأبحاث والدراسات السابقة أيضا مهارات الاستفسار العلمي كيف أستفسر عن المعلومة بطريقة علمية أيضا كيف مهارات كتابة الخطة البحثية إذا كنت قائم بمشروع بحسي مدعوم أو غير مدعوم أو خاص به أو رسالة ماجستير أو دكتوراه كيف أكتب الخطة البحثية أيضا مهارات تحديد منهج البحث كيف أحدد منهج البحث المناسب لبحثي وأستخدمه عندي مهارات تحديد مجتمع البحث كيف أحدد مجتمع البحث سواء مجتمع البحث أو طار البحث كيف أختار العينة وكيف أحدد العينة ونوع العينة هذه أيضاً من ضمن المهارات مهارات اليوم هي مهارة بناء أدوات البحث وهي مهارة واحدة بس اللي هنتأولها اليوم اللي هي مهارة بناء الاستبارة طبعاً الاختبارات والمقييس والبروبركس والملاحظة والمقابلة كل دي أدوات بحسية كلها لها مهارات في الإعداد أيضاً مهارات التحليل الإحصائي دي نتطرقها لغدى بإذن الله الاستبانة ومهارات عرض النتائج ومهارات كتابة المراجع ومهارات كتابة الملخص للبحث مهارات تعديد المجالات العلمية ومهارات النشر العلمي وعند مهارات التحكيم وهكذا كلها مهارات ينبغي أن يكتسبها الباحث العلمي أو عضوها تدريس أو طالب المجلسير والدكتوراه في هذا اليوم بإذن الله نتناول مهارات أعداد وبناء الاستبانة كيف نقيص السلوك البشري الحالي والمستقبلي كيف نقيص الأراء والاتجاهات والدوافع كيف نقيص الاحتاجيات البشرية كيف نجمع الحقائق كيف نصف الأحداث الأشياء هذه مفاهاش موازين تقدر تأسعي يعني هذه أشياء ما نقدرش نقيصها بموازين حسية فكيف نقيص هذه الأشياء أحد العلماء قال كل ما يوجد يوجد بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه كل ما يوجد يوجد بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه السلوك الإنساني ده شيء معنوي هل أقدر قيصه بإنزانة أو ترمومتر أو مقياس درجة حالي مستحيل ولكن ليه أدوات تستخدم لقياس هذا السلوك أيضا الأراء رأي الأشخاص مثلا في التدريب أو رأيهم أو اتجاهتهم نحو الأشياء معينة أو دوافعهم نحو الأشياء معينة أيضا قياس احتياجات البشر مثلا من البرامج التدريبية أو احتياجاته من الملو البحسية أو اهتماماته أيضا الحقائق مثل الطول والعمر والوزن والأشياء هذه هذه الأشياء يمكن قياسها وتجميعها من خلال أدوات وأحد هذه الأدوات هي الاستبانة فالاستبانة تستخدم لكل هذه الأشياء قياس السلوك البشري الحالي والمستقبلي قياس الأراء والاتجاهات والدوافع قياس الاحتياجات تجميع الحقائق وصف الأحداث أنواع البيانات عندي بيانات كثيرة عندي حقائق عندي أراء عندي اتجاهات عندي دوافع عندي سلوك سابق سلوك مستقبلي عندي أحداث هذه الأنواع أيضا من البيانات هي التي نقوم بجمعها من خلال الاستبانات ما هي أدوات جمع البيانات؟ أدوات جمع البيانات هذه كل الأدوات جمع البيانات اللي ممكن تستخدم في البحث العلمي هذه كل الأدوات أو أغلب الأدوات جمع البيانات اللي مستخدم في البحث العلمي عندي الاستبانة وهي أكثر الأدوات استخداما في جميع البحوث ليه؟ هنعرف ليه فيما بعد ليه هذه الأدوات أكثر استخداما في البحوث العلمي ثانيا المقابلة الشخصية ثم الملاحظة أو بطاقة الملاحظة ثم الاختبار وهو أكثر استخداماً في المحوثة التجربية ثم المقياس وأيضاً بطاقة التحليل اللي هي تحليل المحتوى أو تحليل إذا كنت عايزة حل المادة علمية أو شيء طبعاً دي برضو لها طريقة للإعداد تختلف عن الاستبانة وأيضاً في أنواع من بطاقة التحليل أي بطاقة تقييم الأداء إزاي نقيم الأداء بقياس تقدير ليروبريكس قوائم المراجعة تشيكليست الأسليب السيسيومترية الإسقاطية هذه كلها أدوات لجمع البيانات وهي أدوات تستخدم في البحث العلمي ما هي تصميمات البحوث أو ما هي منهج البحث العلمي بالنسبة لمنهج البحث العلمي عندي بكتاري عندي البحوث الوصفية المسيحية وعندي البحوث الكيفية والتحليلية وعندي بحوث التقويم وعندي البحوث التجربية وعندي البحوث السببية المقارنة وعندي البحوث الاتباطية وفي أنواع أخرى في تصميمين أساسيين اللي هي البحوث الكبنية والبحوث النوعية يعني في تصنيف آخر لو عايز أصمم لو عايز أقسم تصميمات البحوث ممكن أقسمها إلى نوعين فقط اللي هي البحوث البحوث النوعية والبحوث الكمية يعني في بعض الكتب المراجع تصنفها إلى نوعين الكمية والنوعية البحوث الكمية تعتمد على شيء الأداء بتاعتها تعتمد على الأرقام أنا استغلمني أي أداء بس طلع لي في البحث يكون فيه أرقام طلع لي في البحث يكون فيه أرقام أما البحوث النوعية تعتمد على الوصف كيف نصف التفاعل بين البشر وفيه نوع ثالث اسمه البحوث المختلطة البحوث البحوث المختلطة البحوث المختلطة أيضا استخدمتها في أحد البحوث بعد المشاريع الكبرى استخدمت هذا النوع من البحوث وهي عبارة عني البحوث المختلطة عبارة عن بحس بيجمع في منهجيته البنهج الكمي والمنهج النوعي يعني بعد ما طلع بيانات كمية أبتدي أفسرها بطريقة نوعية أو قبل ما أجمع البيانات الكمية أجمع بيانات نوعية عشان أخذ فكرة عن الموضوع وطبعا لها منهجيات البحوث المختلطة هذه يعني ممكن بطريقة تبعية أو في طريقة تداخلية وفي طريقة تكاملية لها منهجيات مختلفة ممكن تتطرقها في وقتل فهذه تصميمات البحوث أيضا في تصميم آخر لو مصنفها على حسب كده البحوث الوصفية وهي البحوث الوصفة أكثر أغراضها وتهدف إلى وصف ظاهرة ما وصفا كميا لتحديد حجمها بعمل مسح عشان أقدر أوصف هذه الظاهرة وصفا كميا وتحديد حجمها مثلا لو عايز نزبت عايز أشوف مثلا ظاهرة التدخين في المجتمع فهنا بعمل دراسة مسحية عشان أشوف ظاهرة التدخين أقس نسبة التدخين في المجتمع طبعا أنا ما قدرش أعمل حصري للمجتمع كامل وشوف نسبة المداخلين لأن هذا مكلف فهنا بنلجأ إلى البحوث هذه البحوث الوصفية كي نحصل على هذه أو نعرف نسبة التدخين عشان إذا كان نشوف هذه النسبة مرتفعة أو منخفضة وكيف نقدر نتداركها أو تسبب مشكلة في المجتمع بصلاق ولا لا وهذه البحوث تستخدمها تستخدم بكثرة في مجال البحث العلم وتستخدم على مستوى الدول والوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منها بحوث الرضا الوظيفة إن لو عايز أبحث عن الرضا الوظيفة أو الرضا مثلا عن دورات التدريبية الإلكترونية فممكن أستخدم البحوث الوصفية المسحية عند أيضا البحوث الكيفية والتحليلية وتهدف إلى وصف وتحليل لأحداث التاريخية والواقعية ودي يستخدمها لتخصص التاريخ وأيضا ممكن التربويين ممكن يستخدموا هذه البحوث الكيفية والتحليلية مثل تخصص التربية المقارنة بحوث التقويم تهدف إلى الحكم على مدى فعالية الأنشيطة التربوية مثلا تقويم الأنشيطة التربوية المقدمة لطلبة الدراسات العالية أو تقويم البرامج التدريبية المقدمة لطلبة الدراسات العالية وعضاء التدريس فهنا يسمى البحث بحث تقويمي البحوث التجربية ودي من أكثر برضو البحوث استخداما اللي يتهدف إلى قياس أثر أو فعالية متغير مستقل في متغير تابع دي أيضاً لها أسليم مختلفة المجموعة الواحدة أو المجموعة الواحدة ضابطة لمجموعة تجربية أو مجموعتين تجربيتين ومجموعة ضبطة أو ثلاث مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة على حسب ما يتراءل الباحث وما يستخدمه الباحث لقياسها أثر التجربة أيضاً تستخدم أيضاً في البحوث الطبية لو أنا عندي عقار معين وعالي زقيث أثر ومسلاً في خفض نسبة السكر أو في نسبة الضغط فبأخذ مجموعة تجربية ولكن هنا لازم يكون الباحث عنده خلفية عن أخلاقيات البحث العلمي قبل أن يقوم بتجربة حتى لا يقع في خطأ علمي فادح ولا يقبل البحث للنشر الآن في البحث التجربية لازم نأخذ حاجة اسمها موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي لإجراء البحث التجربية ولازم نعمل حاجة اسمها نموذج استفسار يعني لازم نأخذ موافقة كل مبحوث على تطبيق البحث لأن في عند انتهام البحث وهي أجعل نشوره في مجلة المجلة تطلب مني هل تطلب مني نموذج للسبصار هذا هل فعلا خدت موافقة العينة أم لا إذا ما خدتش موافقة العينة على جراء البحث فيتم عدم قبول البحث وهنا نقطة مهمة جدا لازم يكون الباحث على العلم بها أيضا البحث السببية المقارنة ويجن تستخدم كثرة في المجال التربوي وكل المجالات تحطى في الطب هي تهدف إلى قياس العلاقة أقس علاقة من المتغيرين العلاقة مثلا ارتفاع ضغط السكر واتفاع الدم ارتفاع العلاقة من التحصيل والزكاة العلاقة من التحصيل والتفكير هل في علاقة طب ونوع العلاقة دي إيه؟ هل علاقة ارتباطية وعلاقة سببية ولا علاقة سببية مباشرة ولا سببية غير مباشرة وهنا تستخدم فيها حاجات كثيرة الوقت في التحليل اللي اسمها أموس والنمازج البنائية بتستخدم هذه البحوث البحوث الارتباطية تهدف إلى قياس درجة وقياس الارتباط بالمتغيرين ارتفاع بالتفكير والتحصيل والتنبؤ بالدرجات المستقبلية وبحوث الانحضار هذه البحوث الارتباطية وبحوث الانحضار طيب تصميمات البحوث زي ما تكلمنا عنها أنواع الاستبانة ما هي الاستبانة الاستبانة هي وسيلة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحس معين وتتضمن عبارات توضع في استمارة يتم تعبطها من قبل عينة ممثلة لمجتمع البحث أو مرتبطة بمجتمع البحث ويجيب عن المستجيب بنفسه ويمكن عرضها بصورة الالكترونية باستخدام وسائل التقنية مثل جوجل أو المواقع التي تقدم قدمة تستبانات الإلكترونية مثل E-Surface وهي في تعريف آخر هي أحد أدوات وسائل البحث العلم مستعمالة على تقوى الصعب من عجل الحصول على البيانات أو معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم وتتكون من مجموعة من الأسئلة المتنوعة والتي ترتبط بعضها لبعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى إليه الباحث من خلال المشكلة التي يطراحها بحثه وتم وضعها في استمارة ترسل للأشخاص المعنين أو العينة عشوائية ببريد العادي في بعض الناس بيخلط بين لفظ الاستبانة وبالفظ الاستمارة بيسميها حتى خصوصا بتوع إدارة أعمال أو الاقتصاد بيسموا الاستبانة استمارة الاستبانة هي عبارة عن الأسئلة التي تضعها لما تضعها في ورقة تسمى هذه الاستمارة استمرت الاستبانة فلما توضع في ورقة تسمى الاستمارة حتى يبقى في توضيع بس من المفاهيم ما الفرق بين الاستبانة والاستمارة والاستخصاء والاستفتاء وما إلى ذلك تعالوا نشوف الفرق بين هذه المصطلحات الفرق بين المصطلحات الاستبانة لغة هي كلمة مشتقة من الفعل الاستبانة استبانة الأمر بمعنى أوضحه وعرفه والاستبانة بذلك هو التوضيح والتعريف لهذا الأمر وهي ترجمة الكلمة الإنجليزية كوشنية الاستبانة الصلاحا هي مجموعة من الأسئلة أو العبارات المتنوعة والتي ترتبط ببعضها ببعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى إليه الباحث من خلال المشكلة التي يطرحها بحثه ويكون عدد الأسئلة التي تحتوي عليها الاستبانة كافية ووفية لتحقيق هدف البحث هنا نقطة مهمة لازم يكون عدد الأسئلة أو عدد العبارات الاستبانة كافية لتحقيق هدف البحث وهنا هتكلم لأن في بعض في المعايير أن في بعض البحثين يحط محور ويحط تحته ثلاث عبارات ومحور الثاني يحط تحته عشرين عبارة فهنا عدم التناسق ربما يكون مناسب ولكن ربما يكون غير مناسب ويفضل يكون التناسق أو التقارب بين عدد العبارات لكل محور متقارب إلا في بعض الحالات النادلة اللي في بعض المحاورة فعلا ما يقسهاش غير ثلاث مؤشرات وهنا في مصطلح جديد ظهر أن المحور ينبغي أن يكون أسفله سمية العبارات الآن اسمها مؤشرات العبارات الآن سمية مؤشرات وكل ما كانت المؤشرات التي تضحها لقياس المحور دقيقة كل ما كانت الاستبانة بتاعتك دقيقة والصدق بتاعتها والسباب بتاعتها يكون مرتفع جدا استمارة الاستبانة هو مصطلح عام يستخدم للإشارة إلى ورقة الاستبانة نقول استمارة الاستبانة هذا اللفظ اللي بيستخدم في بعض التخصصات الاستمارة هو عبارة عن الورقة الطابعة التي مكتوب فيها الاستبانة الاستغبار استقبار هو مشتق من الفاعل صبرة في قياس الرأي العام يعني هذه عبارة عن استبانة صغيرة تستخدم لقياس الرأي العام ذات العلاقة بالانتخابات السياسية وهي من حيث القصاص الفنية العامة لا تختلف كثيرا عن الاستبانة ولكن نسميها لفظ اسمه الاستخبار الاستفتاء الاستفتاء العامة هو الاستفتاء الذي تقوم به الصحف والمؤسسات الخاصة والعامة أو الدولة لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبة لموضوع أو قضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وهنا لفظ الاستفتاء هو أحد أهداف الاستبانة أننا بستفت الناس أشوف رأيهم ما رأيك في المجلة بتاعتي أو ما رأيك في الرأي الفلانة أو ما رأيك في الانتخابات أو ما رأيك في قضية معينة أو ما رأيك في قضية قيادة المرأة للسيارة أو هكذا فهنا بنسمي شم استفتاء الاستخصاء أيضا هو مصطلح يطلق على الاستبانة في بعض التخصصات ما يطلقوش على الاستبانة يسموها استقصاء وهو أحد أهداف أغراض الاستبانة وهو مصطلح عام مستخدم للإشارة إلى هدف الاستبانة هو أحد أهداف الاستبانة وهو استقصاء الحقائق حول الظاهرة موضوع الدراسة في عندي أيضا شيء آخر اسمه مقايمة المعيير قايمة المعيير وهو هذا مصطلح يطلق على الاستبانة التي تتضمن مجموعة من المعيير التي يتم تقييم الأشياء في ضوءها يعني أنا لو عايز أقيم شيء لذي أقيم هذا الشيء فضوء إيه؟ فضوء معيير فهنا الاستبانة تتحول إلى قائمة معيير طيب العبارات التي فيها عبارة عن هي عبارة عن معايير مؤشرات هنا مؤشرات أبتدي من خلال تطبيقة أقيف مدى التزام هذه الأشياء بالمعيير مدى التزام يعني مثلا لو عايز أقيم كتاب عايز أقيم برامج فأحط مجموعة معايير وطبقها في صورة الاستبانة وأطبقها وأشوف تقييم الناس لهذه الشيء فضوء هذه المعيير أيضا ممكن أشوف قائمة المعيير هذه مش لازم أن أطبقها على عدد كبير لكن ممكن أعضع قائمة معايير وأشوف زوي الخبرة وأكون منه مجموعة تركيز وأبتدي أخليهم يقيوم الشيء هذا فضوء هذه المعيير ويتم تقييم الأشياء التي في ضواياها تقييم جودة التذيب أو تقييم جودة القدمات الإلكترونية أو تقييم موقع الإلكتروني أو غيره عرفنا الآن الفرق بين هذه المصطرحات ما هي الوظائف الأساسية للاستبانة الوظائف الأساسية للاستبانة عندي أربع وظائف مهمة أول وظيفة هي الوصف أنا عايز أوصف أوصف العينة اللي عندي أوصف المجتمع اللي عندي ما هي إيه إيه الخصائص الموجودة فيه إيه خصائص الأفراد يعني مثلا النوع نسبة النوع اللي يذكره لناس كم العمر الفئة العمرية الأكثر كم لكم مستوى التعليم المنتشر في المجتمع المهنة الدقل وما إلى ذلك الوصف الضقيق والصحيح هذه العناصر ضروري للبحث والبحث في الكشف عن العلاقات بين مختلف العناصر ومتغيرة كما أنه يساعد تكتشاف مجتمع الدراسة وإمكانيات ومكانية التوقع حوله أيضا هذه الأشياء بنسميها المتغيرات الديمقرافية وهنا بستعدني في وضع الفروض البحثية يعني هذه الأشياء لما أضعها في الاستبانة وأجمع قبل محاول الاستبانة بستعدني في وضع الفروض البحثية للاستبانة وأبتدأ وأستخدم الأحصاء الاستدلالي في اختبار هذه الفروض أيضا القياس الوظيفة الثانية الأساسية للاستبانة القياس وهي قياس اتجاهات الرأي العام للأفراد والجماعات حول أشياء ومواضيع يرغب الباحث في قياس اتجاهات الرأي العام نحوها أيضا الاستدلال وهي الاستدلال عن قصاص المجتمع من قصاص العينة وتعميم نتائج العينة على نتائج المجتمع أنا الآن عندي مجتمع عايز أتعرف على قصائص هذا المجتمع كيف أتعرف على قصائص هل أنا كباحس لدي القدرة أن أنا أوصل لجميع أفراد المجتمع ليس لدي القدرة لموصول هذا المجتمع طب عليها استبالة وتقدر من خلال هذه الاستبالة تحصل على خصائص المجتمع وممكن تعميمها على المجتمع يعني وإذا وصلت من العينة من خلال بحثك على عينة أن مثلا نسبة الرضا عن البرامج التدريبية مثلا 90% فهنا وإذا كانت درجة الثقة في هذه النتيجة وصلت إلى 99% أو 95% فإن هذه نسبة ممكن أن أنا نعميمها على مستوى الجامعة أو مستوى المستهدفين من التدريب أن فيه نسبة رضا عالية تصل إلى 90% عن البرامج التدريبية على سبيل المثال وهكذا لو أنا مثلا عايز أشوف تأثير دواء معين على مريض أو فممكن أخذ عينة عينة تحتوى على هذا المرض وتطبق على هذا الدواء والله إذا تصلت إلى نسبة نجاح مثلا 90% أو 95% بدرجة ثقة بس لا تقل هنا عن 99% لأن هنا العملية حالجة جدا بالنسبة للعقائل الطبية فلازم درجة الثقة تكون مرتفعة جدا درجة الثقة وهنا من خصاص الإحصائية أن كلما زادت درجة الثقة كلما كانت النتائزة تقوى وأيضا درجة الثقة تتوقف على طبيعة البحث بحث طبي ولا بحث إنساني ولا بحث هتتخذ منه قرارات تمس المجتمع ولا بحث أنا بقز بمؤشرات عادية هنا دي أيضا لي كل شيء لي لخصاص معينة أيضا الاستقصاء وهو تقصي حقاق معينة على المجتمع من خلال تقصي حقاق العينة وهو أحد أسماء الاستبانة للإستقصاء ما هي المعايير الأحصائية لتصميم الاستبانة هل في معايير أحصائية لتصميم الاستبانة آه في معايير أحصائية لتصميم الاستبانة وهي المعايير الأكثر شيوعا المعايير الأكثر شيوعا عند تصميم الاستبانة أول معيار هو السبات ماذا نعني بالسبات يعني زي ما يكون عندي ميزان أنا لو عندي ميزان جيت بوزن بي خمسة كيلو او حطيت كيلو تفاح ووزنته على الميزان طلع الوزن طلع مثلا حطيته حطيته لقيته للميزان تزن حطيته مرة تانية لقيته للميزان ما تزنش يبقى هنا في عدم سبات في الميزان بتاعك في عدم سبات في الميزان نفس الشي لو انا طبقت الاستبانة على العينة من المجتمع وهنا نسميها عينة استطلاعية حوالي عشرين ثلاثين ونتكلم عنها هنا برضو يعني قبل ما طبق البحث على عينة البحث لازم اأخذ عينة استطلاعية تكون من حوالي عشرين ثلاثين مبحوث من نفس عينة البحث بس يكون بعيدة عن عينة البحث الاساسية وطبق عليها الاستبانة مرة اخرى بعد سبوع او بعد سبعين وقارن النتائج وقص السبات والله لو الايت السبات مرتفع يبقى اذا فعلا الاستبانة هذه سباتها مرتفع او ممكن استخدم طريقة اخرى من السبات لها طبقها مرة واحدة وعمل السبات بطريقة التجزية نصفية او ممكن اطبق السبانة على عينتين وقص السبات بنا هذه طرق مختلفة لقياس السبات يعني السبات هي ان تعطي الاستبانة نتائج متقربة اذا وعيتها تطبيقها مرة اخرى زي الميزان اقول الميزان ده سابت ليه؟ يعني انا لو حطيت وزنت عليه كيلو يجيته سابت وزنت عليه الكيلو مرة تانية يجيته سابت يبهينا الميزان اول سابت واعتمد عليه في موازين اخرى لكن اذا وزنت كيلو وضعت كيلو كده جيت الميزان بتاعي متزن وجيت مرة تانية بعد شوية وضعت الكيلو لوقيت الميزان اختل يبهينا هنا اول الميزان غير سابت غير سابت فمحتاج ان انا اصبطه حتى ان احصل على السبات بتاعه نفس الشيء بالنسبة للستبانة لو كانت الاستبانة في بعض العبارات بتخلي السبات بتاعها منقفض فهنا فيه طريقة رياضية ممكن احذف هذه العبارات وهنا بيقولي البرنامج الاسباساس بيقولي ايه هي العبارات اللي ممكن احذفها على كي يرتفع سبات الاستبانة فيه عبارات ممكن احذفها من الاستبانة ومن خلال حذفها يرتفع السبات او ممكن بعض العبارات احتاج لتعديلها حتى اصل الى سبات مرتفع للاستبانة السبات المسموح به الاستبانة فوق السبعين من مية أو السبعين في المية السبات المسموح به في الاستبانات هو فوق سبعين في المية ثاني شيء الصدق ايه هو الصدق؟ كلمة صدق معناها ايه؟ معناها اني يعني الاستبانة صادقة يعني انا الوقت عايز اقيس اراء الناس في الدورات التدريبية ما اجيش اضع عبارات اقولهم ايه اراءك في البحث العلمي لان هنا العبارات اختلفت عن ما هو مقصود فهنا لا يابد ايضا مضع عبارات تقيس اشياء متعلقة بالبحث العلمي في شيء بتقيس احتاجات التدريبية اوراهم في البرامج التدريبية فكلمة الصدق معناها ان تقيس الاستبانة موضعة لقياسه اشياء الموضوع لقياسه تتميز بهذه الاستبانة طب مين يا قصة الصدق؟ هل في احصاة قصة الصدق؟ في عندي اكثر من نوع من الصدق اغلب ما يستخدم حاجة اسمها صدق المحكمين صدق ليه؟ وصدق المحكمين هنا ان يتعرض الاستبانة على متخصصين على متخصصين في مجال الباحث وفي مجال التحليل الاحصائي يعني المفروض بعض الباحثين يلجأ الى في مجال التخصص لا لا يابد ان يتعرض ايضا على متخصص في التحليل الاحصائي لان ممكن تكون وضع عبارات بطريقة خاطئة وممكن تكون العبارات هذه بتحصل منها على تاج عمرك ما تقدر تفسرها او ممكن تحليلها وممكن ما استفدش منها وممكن تكون غير زيادة علاقة بموضوع البحث بتاعك فهنا تعرض على متخصصين في مجال التخصص لان مجال التخصص مثلا في بعض المصطلحات مثلا زي الحكمة الالكترونية ذي مثلا القيم الرقمية هذه المصطلحات لا يفهمها أحد المتخصصين فلما تحط لي تحت القيم الرقمية القيم الرقمية او الحكمة الالكترونية عبارات هذه العبارات لا يفهمها غير متخصص لا يفهمها غير متخصص في المجال لذلك تعرض على متخصص عشان كي يحدد هل هذه العبارات تنتمي للمحور ده ولا لا تنتمي لهذا المحور وهنا بيختلف الاستبارة الاستبانة في حالة عرضها عن المحكمين عن حالة عرضها على عينة البحث لما اجي عرضها عن المحكمين احط العبارات وقول له ماذا احط له خيارين ماذا ارتبطها بالمحور وماذا دقتها اللغوية وملاحظاتك حول هذه العبارات واطلق المجال المحكم انه يعدلي في الاستبانة وفق ما يرى وممكن الباحث يأخذ بهذه التعدلات او لا يأخذ بهذه التعدلات وذلك كما يراه يعني مش شرط كل التعدلات تكون متوفقة مع رأي الباحث ولكن ممكن بعضها يوافقه وممكن بعضها لا يوافقه وفي كل الحالتين لا يبد ان يعدل بعض ما يناسبه او ما يراه مناسب في ضوء رأيه المحكمين وايضا جميع اراء المحكمين ينبغي ان توضع في متن البحث يعني قال مثلا قد قام المحسادة المحكمين بتعديل العبارات الاسبانات كذا وكذا إلى كذا وكذا ويعمل جدول وان كان خصوصا لطلبة الدراسات العليا المجلسيور الدكتوراه ينبغي ان توضع هذه الاشياء ايضا في البحث الترقيات يعني التنويه اليها لان البحث انا في البحث الترقية انا مرتبط بـ 20-30 صفحة فصعب ان انا احط في البحث كل شيء لكن ممكن احطه في ملاحق البحث اذا طلبت مني بعد كده من المجلة او طلبت مني من الجهة الداعمة فاقدمها لهم وايضا احتفظ بيها لان دي انتاج علمي يابد ان يحتفظ به الباحث مواصفات الاستبانات الجيدة مواصفات الاستبانات الجديدة عندك اكثر من مواصفة اول شيء وهي المعيينة للمواصفات الاستبانات الجيدة اول شيء اللغة لابد وهنا مهمة جدا يعني بعض الهمزات وهمزة الواصل وهمزة القطع والفاصلات هذه مهمة جدا بالاستبانة ينبغي ان يراجع الباحث الاستبانة جيدا من ناحية اللغة خصوصا الفواصل والهمزات لان هذه بتشوي منظر الاستبانة خصوصا لما تعرض على خبراء في مجال التخصص فاذا لي المحكم اولي الاستبانة ليست بالجودة فياخذ انطباع سيء على الباحث وممكن لا يلتفت الى هذه الاستبانة ايضا الوقت مراعاة وقت وقت المستجيب هل الوقت هل اقدم استبانة تستقرم الباحث ساعة ولا نص ساعة ولا عشد دقاق ايه ما افضل هذا الموضوع موضوع نسبي يعني انا ما فيش اي حد يقدر يعني يحدد لك الوقت المناسب الا الباحث نفسه ولكن المفترض ان يكون تطبيق الاستبانة يكون وقت مناسب للمستجيب يعني لا عيق يعني ما تخلش وقت طويل حتى لا يمل طيب هنا ايضا اتوقف موضوع الوقت برضو على طبيعة البحث يعني اذا كان البحث بحث قصير بحث ترقية فهنا او يقوم به البحث منفرد فهنا لازم بده ان تكون الاستبانة قصيرة لانها بحثي مش مدعو بحثي قصير وان كان دع مدعوم فمدعوم بملق قليل فهنا لابد ان تكون الاستبانة قصيرة ولا تطيل على البحث اما اذا كان البحث بحث وطني او مدعوم من جهة مثلا مدينة الملكة ابعزيز او من الجامعة او جهة بحثية وبحث وطني فهنا ممكن اعدي استبانة كبيرة يعني فيها معلومات اكتر لان اعجمع معلومات اكتر فهنا وايضا اذا كان هيقوم بالتطبيق فريق فريق من المساعدين فهنا ممكن تكون الاستبانة كبيرة يعني انا في بعض في احد الدراسات طبقة مشاريع الكبرى كان الاستبانة كان سيلة الدراسة يعني انا ممكن اجيوب عليها اجيوب عليها يعني اعمل استبانة من صفحتين تجاوب على سيلة الدراسة ولكن انا عملنا استبانة مكونة من 27 صفحة ليه 27 صفحة ممكن موصل 30 صفحة كبيرة وهي خدت وقت كبير من المساعدين فعلا حتى اعابوا عليها لبعض المساعدين ان الاستبانة طويلة طب ايه الهدف اولا المشروع قومي يعني مدعوم تانيا فيه فريق يقوم به ايضا فيه حافز للمستجيب يعني كل واحد قام باستجابة لتطبيق الاستبانة كان ليه حافز مادي او حافز معنوي او هدية فهنا المستجيب مش هيمل لانه وجد فيه مقابل وايضا ليه الهدف ان انا اكبر على حجم الاستبانة لانه عايز استغل لهذا الموقف فان انا اجمع معلومات كتيرة ممكن تستخدم فيه دراسات مستقبلية ممكن تستخدم فيه دراسات يعني مش شرط ان انا اعني هذا البحث خلاص لا فهذه البيانات ممكن تستفاد بها فيه دراسات اخرى مستقبلية يعني ممكن تتعمل منها دراسات اخرى غير الدراسة التي نفزت فهنا استغلنا الموقف فان انا اجمع بنا اكبر قيمة من البيانات المتنوعة فان انا ممكن استخدمها فيما بعد في دراسات أخرى وهل الباحث ما يرى فهل ممكن أن نستخدم الاستبانة في إجراءة دراسين ممكن ممكن استخدم الاستبانة في إجراءة أكثر من دراسة ممكن ولكن في كل دراسة تحط الجزء المتعلق فيها أو الاستبانة نفسها ممكن أعمل منها دراسة وصفية وممكن أعمل منها دراسة ارتباطية وممكن أعمل منها دراسة سببية مقارنة على حسب أسئلة البحث وعلى حسب فروض البحث المستخدم فهنا كل مكان الباحث متمكن كل ما يعرف يوظف الاستبانة بطريقة جيدة أيضا الخيارات الخيارات المفروض اللي هي البدائل يعني وافق بشدة ووافق لها كذا أو أحط بجموعة خيارات جيد جيد ممتاز جيد جيد لازم تكون الخيارات بسيطة ومتسلسلة يعني هنا في خطأ أحب أعرضه على حضراتكم في أحد الاستبانات وأعرضه خلينا أعرضه في دهتي حتى لا أنتشتتشي أن في بعض الباحثين يروح عاملة يقولك موافق وبعدين موافق بشدة وبعدين موافق إلى حد ما ويغير في ترتيب الخيارات هنا عدم التناسق خطأ لازم تكون الخيارات متسلسلة يعني بطريقة مستمرة وأيضا في من القطاء الشعع في في الاستبانات زي ما أتكلم في بعض أني في لما أقول موافق وموافق بشدة أجي أقول غير موافق بشدة لا هذا خطأ شعع المفروض غير موافق مطلقاً يعني كلمة غير موافق بشدة قطأ المفروض كانها غير موافق مطلقاً برضو من القطاء الشعع في صياغة الخيارات الاستبانات العبارات الرقيقة لابد أن أستخدم عبارات رقيقة في يعني مثلاً لما أقول مثلاً لو عايز أسأل على موضوع العمر كم عمرك؟ هذا السؤال غير رقيق لما أقول المستجيب كم عمرك؟ أنت كأنك هنا تضع في في حالة استجواب وهنا السؤال المنفر كأن أقول له ممكن أقولها صيغة بطريقة رقيقة العمر في حدود كذا الفائل العمر هي من كذا لكذا أحطها في صورة خيارات وأحطها في صورة فئات لأن من الصعب الإنساء خصوصاً عن النساء أن أقول له واحدة كم عمرك تقول له عمرك في طريقة تقيقة لكن أقول لها العمر في حدود كذا مثلاً من عشرين إلى ثلاثين فهنا هتكون الاستجابة ممكنة من المستجيب خصوصاً إذا كانت المستجيبة إمرأة الترابط ترابط العبارات ولابد أن يكون فيه ترابط في العبارات مع المحور زي ما قلنا أن العبارة التي لا ترتبط بالمحور هتجد فيها بعد أن ارتباطها ضعيف وهذه تسبب مشكلة في حساب الصدق الصدق للساق الداخلي للعبارة الأسئلة المحرجة يعني وأيضاً الأسئلة ما تتكلمنا أن السؤال المحرج كم راتبك كم عدد الزوجات هذه الأسئلة المحرجة المفروض أعيد سيغطها بطريقة لبقة و جميلة حتى يستطيع المستجيب أن يجيب عليها بسهولة الأسئلة مركبة يعني أقول السؤال أرغب في حضور الدورات التدريبية وأرغب في دعوة أعضاء التدريب لحضور الدورات التدريبية هنا السؤال مركب ما ينفعش هذا السؤال لأن هنا في عبرتين يعني أنا قلني بقس عبرتين فقط واحد طب ما ممكن يكون المستجيب يحب الأولى ما يحبش التاني أو يحب التاني ما يحبش الأولى فهنا انت ركبت العبرتين فهنا تكون الاستجابة مشتتة للمستجيب لكن أنا مفروض أتصير من كل واحدة في عبارة إيه مستقلة التعليمات لازم تكون تعليمات الاستبانة واضحة يعني وهنا في نقطة مهمة أيضا في تعليمات الاستبانة لابد أن تذكر في ملحوظة مهمة أن هذه المعلومات سرية ولن تستخدم إلا لإغراض البحث العلمي فقط ودي نقطة مهمة جدا لأن دي تدخل في نطاق الأخلاقات البحث العلمي وهلي هو نموذج الاستبصار لابد أن تذكر هذه المعلومات أن معلومات هذه الاستبانة سرية وننت تستخدم إلا لغلاطة البحث العلمي فقط وأيضا مفروض يعني الابتعاد بقدر إمكانها عن أغزي اسم المستجيب إلا في حالات الضرورة القصوى في بعض إذا كنت عايزة تابع في بعض دراساتها تابعية وأنا عايزة تابع الحالات بتاعتي هذا في فترة زمنية لاحقة فهنا أضطر أن أأخذ أسماء المبحوثين فلما أخذ أسماء المبحوثين هي المفروض هنا تكون سرية مع الباحث فقط ولا يطلع عليها الآخرين أن هنا المعلومات مفروض تكون سرية بيانات الباحث لازم تكون في بعض الباحثين يقول لي يكتب لي اسمه فقط المفروض تكتب اسمك والجهة الأكاديبية المنتمئة لها الجامعة والكلية وأيضا المفروض يكتب اسم المشرف إذا كان طالب دراساته علية لأن وأيضا اسم المشرف في حالة التحكيم يعني المفروض يكتب اسمه وبياناته وبيانات الجامعة والإيميل ورقب الجوال ورقام التواصل مع الباحث لأن في بعض الباحثين في مجال تخصصه ممكن يخدموك يعني في إذا كنت أنت بتعمل دراسة في مجال معين ووزحت استبانة على الناس ففي بعض الناس ممكن تكون عاملة هذه الدراسة فبتديت التواصل معك تقول لك والله ممكن تستفيد من الدراسة الفنانية اللي أنا عملتها لإجراء هذا البحث معلومات التواصل مهمة جدا في وضعها في الاستبانة أيضا اسم الجامعة مهم اسم التخصص للقسم الكلية وشعار الجهة نفسه لازم يكون موجودة على ورقة الاستبانة سواء كانت الكترونية أو سواء كانت ورقية لابدت هذه البيانات تكون موجودة هدف البحث أيضا هدف البحث لازم يكون واضح وصريح ودقيق وظاهر وتضعه في مقدمة الاستبانة اللي هي في الخطاب الكفر ليتر لازم يضع هدف البحث أو عنوان الدراسة إذا كان يغني في الكفر ليتر وزي هنشوف كيف طريقة سياقته هنشوف بما بعد هذه مواصفات الاستبانة الجيدة مواصفات الاستبانة أن يتضمن مقدمة هذه أيضا مواصفات نخطب التفصيل تتضمن مقدمة أو خطاب يوضح الهدف من إجراء البحث وسرية المعالمات وأنها لا تستخدم إلا الأغراض البحث العلمي فقط أن تكون مفهومة اللغة أيضا في نقطة أخرى حبيتها نوع عليها إذا كان فيه مصطلحات غير مفهومة من المستجيب لازم يكون موضحها الباحث يعني مثلا مصطلح ذي الفنتوسانية النانو تكنولوجي مصطلح ذي البنية التحتية مصطلح ذي الهندسة الوراسية مصطلح ذي القيم الرقمية مصطلحات جديدة هذه التي لا يألفها المستجيب أو تكون جديدة على المستجيب نازم أوضح مفهومها إيه أيضا إذا كانت فيه سواء هذه المصطلحات موجودة في عنوان الدراسة أو في هدف الدراسة أو إذا كانت مصطلحات موجودة في العبارات نفسها داخل العبارات نفسها المفروض يوضحها للمستجيب حتى لا يتشتت ما يجيش المستجيب يشوف يجد مفهوم غمض ما عرفوش فهيجاوب لك إجابة إيه عشوائية يبهنا قللت من ثبات الاستبانة قللت من ثبات الاستبانة فلابد أن تكون المصطلحات المستخدمة يعني واضحة ومعرفة للمستجيب لو عنده مصطلحات جديدة يعني مثلا الرضا الوظيف معروف لو أنت حبيت حبيت توضعها أكثر مفروض ممكن تكتب الرضا الوظيف هو كذا وكذا وكذا ويبه واضح واضح للمستجيب حتى تكون إجابة دقيقة أن تكون اللغة مفهومة والأسلوب واضح لا يتحمل التفسيرات المتعدلة نزلك بسبب براكة لدى المبحثين مما يؤدي إلى جابات غير دقيقة مراعة الوقت المتوفر لدى المبحثين وبالتالي يجب أن تكون مسئلة طويلة حتى لا تؤدي إلى رفض المبحثين الإجابة على الاستبانة أو تقييدهم استجابات سريعة وغير دقيقة يعني إذا كنت بقدم الاستبان للطلبة غلما أقدمه لأعضاء التدليس غلما أقدمه للموظفين غلما أقدمه لعمة الناس هنا أراعي الفئة العمرية أو المستوى التعليم إن أنا أقدم لي الاستبانة أعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة مما يمكن المبحثين من التعبير عن أراعي مختلفة تعبيراً دقيقاً استخدام العبارات الرقيقة مثلاً نأمل لطفاً رجاءاً شكراً من فضلك كرماً هذه العبارات تكذب المكفوص لتلبية الملء الاستبانة التأكد من التربط بين أسئلة البحث أو أسئلة الدراسة المختلفة لازم أتأكد من تربطها وهل منتبطة بالمحاور وبالأسئلة ولا لا الابتعاد عن أسئلة المحرجة أيضاً ابتعاد عن أسئلة المركبة وتزويد المركبة تزويد مبحثين مجموعة من التعليمات أضع مجموعة من التعليمات وبان الغرض من استبانة ومجالات استخدام المعلومات اللي حصل على الباحث مثل بعض السفرات تحتمل تأثير على أكثر من مربع واحد إذا يرجى التأشير على مربعات اللي تعكس يعني مثلاً لو عندي خيارات مثلاً أي البرامج التدريبية الآياتية تفضل وحطط له خيارات فلا أحط له كدام كل واحد مؤشر عشان يؤشر عليه يؤشر على يعني هنا في هذه الحالة يختار أكثر من خيار لصلاحية المستجيب أنه يختار أكثر من خيار في هذا السؤال يستحسن إرسال مظروف مكتوبة عليها عنوار الباحث بالكامل والعمل لتسهيل مهمة إعداد الاستبانة بعد دعباته بالمعلومات المطلوبة أو يفضل أن أنا أصممها طريقة قطرونية وطبعاً بعضهم أخذ الموافقات العلمية وازحها على الفئات أو مجتمع الدراسة أو الفئة المستهدفة شو بقى أنواع الاستبانات؟ إيه هي أنواع الاستبانات؟ أنواع الاستبانات بالنسبة أنواع الاستبانات عندي أول نوع الاستبانة المغلقة الاستبانة المغلقة من اسمها كده يعني مغلقة؟ يعني عبارتها محددة الإجابة كأن يكون جواب نعم أو لا أو اختيار فضع له خمس اختيرات أو ثلاث اختيرات أو أربع اختيرات زي ما يتراء للباحث ما يشاء فهنا تسمى استبانة مغلقة يعني عبارتها أو أسئلتها أسئلتها محددة الإجابة ما على المستجيب إلا الاختيار ما على المستجيب إلا الاختيار وهنا من هذه الاستبانات نحصل على معلومات كمية يعني هنا تستخدم في البحوث الكمية طيق أما الثانية للاستبانات المفتوعة هنا تستخدم مع البحوث النوعية لأن هنا باستخدم أسئلة مفتوحة وأطلب من المستجيب أنه يكتب لي يعني يكتب أراؤه في الاستبانة المغلقة تكون الإجابة على عباراته بقيدة حيث يحتوي الاستبانة على عبارات تليها استجابات محددة وهي على المشارك اختيار الاستجابة المناسبة ووضع إشارة عليها من عيوب هذا أن المشارك قد لا يجد بعض الإجابات الجاهزة مما موضوع لذلك في نقطة مهمة جدا عند بعض الاستبانة المغلقة لابد أن أراعي أن توفر جميع الإجابات الممكنة طيب إذا كان عندي إجابات محددة أترك لي ممكنها في هذه الحالة أعمل جزء مفتوح يعني جزء مغلق أخليها استبانة لنوع الثالث للمغلق والمفتوح يعني أنا مش قادر أحصر كل الإجابات كلها فهنا ممكن أترك مثلا إجابة أخرى وأترك له للمستجيب أنه يكتب رأيه أو الاستجابته اللي غير موجودة في الاستجابات اللي أنا وضعها طيب الاستبانة المفتوحة تكون عباراته أو رسلته غير محددة تلعجائي تكون الإجابة مطروكة بشكل مفتوح مثال ما هي مقتراحاتك لتطوير الجامعة ما هي مقتراحاتك لتطوير التدريب الإلكتروني من جامعة الملك خالب وهنا أترك للمستجيب المجال أنه يكتب لمقتراحاته طيب بعد محصول هذه الأشياء هنا هذه الدهات اللي بحصل عنها بالأسئلة باستبانة مفتوحة صعب أن أنا أحللها باستجدام برنامج التحليل لإحصائي SPSS ولكن هنا ممكن أستخدمها أستخدم معها برنامج اسمه NVivio أو SPSS لتحليل النصوص هنا ممكن أستخدم هذه البرامج لتحليل هذه الاستجابات ولكن بس إن NVivio أدعم اللغة العربية نعم البرامج الأخرى لا تدعم اللغة العربية فممكن أستخدم هذه البرامج لتحليل الاستبانات المفتوحة يعني أنا الوقت عندي 100 استبانة وكل واحد كاتب له كاتب له مقتراحات فإزاي أنا أصنف هذه المقتراحات عشان مثلاً أشوف إيه هي المقتراحات المتعلقة بالمنية التحتية مثلاً أو المقتراحات المتعلقة بتطوير عضائي التدريس أو المقتراحات المتعلقة بتدريب الطلاب وأصنفها أنا عايز أصنف هذه المقتراحات يعني مثلاً ما استردهاش بطريقة سرد كده لازم أعملها تصنيف فمن يساعدني في هذا الموضوع برنامج اسمه NVivio هذا البرنامج ممكن يساعدك في عملية تحليل مثل هذا النوع من الاستبانات أما الاستبانات المغلقة فممكن نستخدم البرنامج SPSS أو برنامج Excel أيضاً في تحليل هذه الاستبانات لأنها مغلقة طيب وفقاً نتوقف الآن عشرة دقائق لأداء الصلاة العشاء ثم نعود مرة أخرى بإذن الله تعالى وقفنا الآن عند أنواع الاستبانات ونتوقف عشرة دقائق بإذن الله ونعود بعد عشرة دقائق بعد صلاة العشاء ندعونا فصالاتكم ولكن عمونا ندعونا بعد الصلاة سؤال ما ما هي أنواع الاستبانات ما هي أنواع الاستبانة أو ما هي أنواع الاستبانة طيب الصود واضح كده ما هي أنواع الاستبانة نعم مفتوحة ومولقة وشوفهم مفتوحة تمام طيب ماذا استفدتم تمام مفتوحة ومولقة وأوكل هما ماذا استفدتم من الجزء السابق ما هي الأهم الأشياء التي تم استفادة منها في الجزء السابق؟ معايير تصميم الاستبانة وضعف الاستبانة نعم نعم تمام نعم درسات ممتاز استبانة جيدة وخاصة وممتاز معايير الاستبانة جيدة حلو معايير العصيدة قيوم نعم طيب الحمد لله أهم المعايير التي يجب مراعظة عندها بناء الاستبانة متاز بعد الاخطاء عند رسمين الاستبانة ولسه يتكلم عن اخطاء اخرى يتكلم عنها وناخد تطبيقات عملية بإذن الله عن هذه الأشياء وصفات الاستبانة جيدة ولكن انا حبيت أعطي الجزء النظري حتى يكون عندكم المام بالمكون المعرفة يعني المهارة هي مكونين مكون معارفي مكون عدائي أي مهارة عايزة يكتسب الانسان هي مقابرة على مكونين مكون معارفي ومكون مهاري المكون معارفي تعرف ايه هو الشيء ده ثم المكون الأدائي ازاي ازاي تعمل هذا الشيء ازاي تبني الاستبانة نفسها فرقة بين الاستبانة بعض المصرحات احسنت خطاب التغطية وكونات الاساسية مثلا عندها في الدراسة نعم ده ايضا خطاب التغطية لسه نتكلم برضو فيه اشياء كتيرة في خطاب التغطية هذا لازم فيه اشياء كتيرة لازم تتضمنها وهذا الخطاب المصطلحات الرقيقة نعم البعد عن اسئلة محرجة تمام ممتاز عندها ايضا من ضمن الخطاقة كتيرة بيضا اتلاقي فيها ببعض السبانات الباحث خصوصا لما يكون جديد بيكتب اسئلة محرجة وطبعا بتأدي وهوريكو نموز اجابة يعني لسه جاية للسبانة عشان نحللها بعدما طبق طبيعتها الباحثة رقيت فيها السبانات منخفض ليه؟ لان العبارات سياغتها رقيقة سياغت العبارات رقيقة فبالتالي فعلا قدت الى السبانات منخفض وهي طبقت علينا فصعب انها تطبق مرة اخرى وهنا الخطأ اللي بيقع فيه بعض الباحثين يبتدي يطبق باستبانة خطأ وبعدين ممكن لو المشرف دقيق يخليه يعيد تطبيق الاستبانة مرة اخرى طبعا وعيد الكرة مرة اخرى يعني جهد كبير على الباحث في حين انه هو ممكن يعني يعني يتغادى عن هذا كله بحاجة بسيطة انها تطبق علينا استطلاعية واشوف رأيها الاول وبعدين اعدل استبانة فضوء هذه العينة وابتدى اطبقها على العينة الاساسية بالنسبة هي ممتازة فيه نقطة مهمة ذكرتها سهاد عبدالله اللي لابد من التراجح من الاسهل الى صعر صعب نعم يعني ابدأ له بحاجات بسيطة ثم هو طبعا ما فهل صعوبة الاستبانة يعني فيه فرق هذا بالنسبة لو كان اختبار لكن الاستبانات لازم مكونش الاسئلة صعبة يكون اسئلة واضحة ومفهومة اما الشيء اللي فيه اسئلة صعبة هي الاختبارات يعني دايما في الاختبارات بمقول التدرج من الاسئلة السهلة الى الصعبة انا ده اختبار انا بقص فيه مستويات معرفة تذكروا فيهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم فهنا كل ما ارتقي بزود في المستويات الصعوبة بالنسبة هل الاسم او الاميل والمشاركين في ميل الاستبانة دوما يكون اختياري الاسم اذا كان اذا كان مش هيفيدك في البحث فخليه اختياري لكن اذا كان بحثك يعني انت محتاج الاسم ده عشان هتطبق على نفس المبحوث الاستبانة مرة اخرى فهنا مهم خاصة في بعض الابحاث الطبية لو زي مونا البحث التدبعية انا اطبق الاستبانة الان وعاز اطبقها بعد شهر او بحثك يصل الاسر التدريبي انا انا عاز اقص الاسر التدريب على طلاب الشعبة فهنا انا محتاج اقسميهم لان لازم اشوف الفرق بين الان وبعده 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 عاز اتتبع فازاي هتتبع وانا اندي المبحوث مختلف اسمه فانا لازم اعرف الاسم او مش لازم يعني لو بدل الاسم ممكن يبقى رقم رقم الطالب او اهم شيء ميزة تميز الطالب عن غيره او مبحوث عن غيره من نسبة للخيارات هنتكلم عنها بالتفصيل وقت وايه هي الخيارات الافضل فتبعونا باذن الله واستفيدوا باذن هل استخدام مصال التواصل ناشي الاستبانة الالكترونية من خلال الرابط امر مشروع الله اهو امر مشروع ولكن بعد اخذ موافقة الجهات العلمية يعني البيانات الديمقرافية يعني انا المفروض قبل موزع اي استبانة لازم ااخد موافقة الجهة اللي انا انتمي لها الجمعة اللي انا انتمي لها هل تاخد موافقتها لتطبيق الاستبانة وابتدى وزعها زي ما ذماشا اه خصوصا ايضا موافقة كل جامعة طبعا موافقات تأتي من وكيل الجامعة للدراسات العلم والبحث العلمي وتعرض عليه الاستبانة وخطاب من جهة الباحث فهو بيديك الموافقة طبعا بعد الاطلاع اذا كانش فيها شيء مخل بالاداب او مخل بأخلاقات البحث العلمي فبيسمح لك بالتطبيق اما اذا كان فيها شيء مخل فبيعترضوا عن تطبيقها بيديك ان هذه الاستبانة خاصة بالفاة العمرية او تحط اختارات وشو انت تختار من الاستجاب لك الفاة العمرية اللي انت عايزها بس او الجنسية او الجنس اللي انت عايزه او اي شيء بالنسبة للسيونة مفتروحة يمكن تحليل برامج بربط جميع الاستجابات بشيء مشترك ثم التحليل ما هنا عشان اربطها بشيء ما سموه هنا في البرامج اسم النوت يعني اشوف الحاجة المشتركة هادي وابتدي احل الاستجابات في ضوءها يعني زي ما قلنا ان الوقت عايز مقتراحاتك لتطور الجامعة فانا عندي مقتراحات خاصة بالبنية التحتية فهيدا النقطة دي اجمع كم واحد اختار البنية التحتية ايضا مقتراحات خاصة بالطلاب اشوف كم واحد اختار الطلاب مقتراحات خاصة بعضايا التدريس فانا عندي هنا نقاط اللي هو نقاط المستهدفة ابتدي احل الفضوءها اللي هو مرتكزة او مفاتيح التحليل اللي ابتدي احل الفضوءها الاسبانات المفتوحة او ايجاد رابط بين الاستجابات وابتدأ حل الفضوء طبعا الرابط هذا من خلال عشان اوصل لهذه الكلامات المفتاحية لازم اقرأ استجابات المبحثين لانا انا عملت بصلا عملت دراسة عن ازباب عزوف اعضائي التدريس عن البرامج التدريبية في الجامعة طبعا انا ما كانش عندي معلومات عن ازباب العزوف فابتديت رسلت اعضائي التدريس الموازفين عن التدريب ورسلت لهم السئلة مفتوحة ايه هي ازباب العزوف عن البرامج التدريبية طبعا ردوا لي طبعا لجيت منها اللاعب التدريسي وليجيت منها كذا وكذا ابتديت قدت هذه الاهم العبارات ووضعتها في استبانة مغلقة وبعدتها مرة اخرى على بس بعد ما حطيت حطيت البنود وطبقتها مرة اخرى على العينة على العينة كبيرة بقى انا خدت في الاول العينة صغيرة شرعت منها الاسباب فطبقتها على العينة كبيرة بحس احول هذا الموضوع الى بحس كمي في مؤشرات رقمية اقدر استفيد منها اعمل مراية للاستجابات قبل ابدأ اي شيء في التحليل ما المقصود اعمل مراية للاستجابات قبل ابدأ اي شيء في التحليل هذا بالنسبة للتحليل الاسئلة مفتوحة زي ما قلنا بناخد اي هم النقاط المهم المشتركة وابتدي احلل فضوءها سواء انا ممكن اعمل البحث يعني ممكن هذه الاشياء ممكن اعمل منها بحس نوعي مستقيل او ممكن اوظفها في بحس كمي يعني عندك الحالتين فممكن تستخدم هذه البيانات الاسبابات المفتوحة ان انت تعمل منها بحس نوعي وتبتدي تحليلها بطريقة نوعية وتضع بعض المعشرات وتبتدي تفسر هذا الكلام وتعمل بنها بحس نوعي او ممكن توظفها في بحس كمي طبعا اي استبيان موجه للمجتمع في سؤال بيقولي الاستبيان الالكتروني الاستبيان الالكتروني الموجه للمجتمع كامل هل يحتاج لتصريح نعم يحتاج التصريح من جهات من جهات الباحث ونشوف الجهات الامنية للتطبيق ما هي الاسئلة التي ابدأ بكتابتها قبل البدء الاستبيان اول اسئلة بتبدأها في كتابة الاستبيان هي الاسئلة او البيانات الديموغرافية اللي هي خاصة بوصف العينة اللي انت بتجمع منها البيانات ليه وهنتكلم عن ده ليه بالتفصيل وهنا مهم جدا بيقفل عنها الكثير من الباحثين هذه البيانات الديموغرافية لان هي بتكشف عن خصائص العينة التي جمعت من هذه البيانات لما يجي باحث اخر استخدم نفس الادات او اذا انت كنت مستخدم هذه الاداة من بحث اجنابي او من بحث اخر وبتطبقها فهنا المفروض يكون العينة اللي انت بتطبق عنها مختلفة عن العينات البحث الاخر حتى لو شاب الباحثين وتقع في ايه مشكلة الانتحال العلمي يعني لما قدت استبانة مطبقة وطبقت على نفس العينة هنا تقع في مشكلة اسمها مشكلة الانتحال العلمي لكن اذا قدت الاستبانة نفسها سواء اذا كانت صحبها عاملها ومصرح باستخدامها او اذا قدت منه اذن بتطبقها مطبقتها بس هنا المفروض يطبق على عينة مختلفة طب ازاي عرف العينة مختلفة اشوف البحث المطبق هو اطبقه على العينة ايه وانا الجأ الى عينة ايه اخرى او اذا كنت بعمل على هعمل دراسة تتبعية لهذا البحث فممكن نفس العينة ولكن هنا اختلاف الفارق الزمني هنا يعتبر مهم اختلاف الفارق الزمني هنا هو العامل او الفارق وهنا لازم تنوح بالبحث ان هنا طبق الباحث على نفس العينة ولكن مع اختلاف الفارق الزمني لان انت هنا حطه كمتغير في الدراسة انت عايز تدرس الفارق الزمني ده كاحد متغيرات الدراسة بتاعتك في سؤال بيقول لي هل هناك حد ادنى لعدد اسئلة استبانة ممكن الاستبانة من ورقة واحدة ممكن ورقتين ممكن ورقة ثلاثة ورقات اربع ورقات معك لا حد تلاتين ورقة اربعين ورقة ده يتوقف زي ما قلنا عليه على البحث فردي ولا مدعوم ولا بحث وطني ولا بحث يطبق على عينة عشوائية بسيطة ولا عينة طبقية ولا عينة عنقودية هنا تختلف هل اخذ اسبيان من بحث منشوره وتقليده على مجتمعي مع الاشارة للبحث الاصلي في المراجع يتعارض مع اخلاقات البحث العلمي وهل يحقق للمصمم الاساسي مسائلتي وهل يحقق للمصمم اذا اخذت استبانة من بحث وهو كاتب يعني في بعض البحثين الكبار قالوا العلماء انا خدت استبانة من بحث بس هو طرحها من عالم نوبل عمل استبانة وطرحها انه هو عايز يجمع بيانات من كل الشعوب من كل الوطان فانا استدصلت عليه تسأذنته ممكن استخدمه فاذا خدت منه الاذن سواء كتابي وهنا المفروض تاخد منه اذن كتابي ادبيا تاخد منه اذن كتابي سواء بالاميل لان الاميل الان اصبح وصيقة اسمية انتخدت منه اذنك سواء طبعا الهاتف ممنفعش لازم اذن كتابي لما ورقي يكتب لك موافقة او يرسلك ايميل بالموافقة على استخدام العداد حتى لا تقع في مسائلات فيما بعد في سؤال بيقولك هل تكتب كل محور البحث بصفة واحدة مثلا المحور معرفي سلوكي يوجداني كل محور البحث بصفة في عندك خيارين في عندك خيارين لاما تقسمي كل محور مستقل وتحت كل محور عباراته لاما تكتبي العبارات كلها وانت تبع عنتك انت عارف العبارات من واحد لخمسة خاصة بالمحور الاول العبارات مثلا من ستة لعشرة خاصة بالمحور الثاني ده امتى الكلام ده اذا كان عنوان المحور مش مهم من النسبة للمساجيب لكن اذا كان عنوان المحور مهم المساجيب عايز يعرفه ما لازم احطه ايضا في سؤال ممكن ممكن نعدل على الاستبان اه ممكن تاخذ استبانة معروضة من بحث اجنبي وممكن تعدل عليها عادي وهنا اذا عدلت عليها تشير ان انت تم استبادة من هذه الاستبانة وتم التعديل عليها استاذين الا دكتورة السلام عليكم اشترك 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 غير موافق غير موافق مطلقا هذا الاستبان يحتوي الاستبان على عبارات لها استجابات محددة وعلى المشارك اقتيار الاستجابة المناسبة بوضع إشارة عليها كما هو الحال في الأسئلة الموضوعية زي الأسئلة الموضوعية بالظبط في الاختبارات من مميزات هذا النوع إيه يشجع المشاركين على الإجابة عليه لأنه لا يتطلب وقتا وجهة كبيرة أنا أقرأ وأعلم مش محتاج أكتب وهنا يناسب كل الناس أي حد يناسبه هذا خصوصا لو كان استبان اكتروني مجرد شك شك أقرأ وأعمل وصح وأعلم أما إذا كان فيه كتابة فبعض المستجيبين أو كثير المستجيبين يمل من موضوع الكتاب لذلك هنا فيه تكنيك أخر ممكن نستخدمه لو كانت استبانة مغلاقة أقولوك عليه بعد كده إزاي تستخدم استبانة مغلاقة استبانة مفتوحة وتجمع منها خلالها بيانات وكيف تطبقها طيب أيضا سهل في التصنيف البيانات وتحليلها حصائيا ده أول سهل أننا أصلنا في البيانات وأحللها وأكويتها كمان وأحطها على برنامج تحليل حصائيا سواء كسيل أو اس بيس هس وأبتدي أحللها من عيوبه أن المشارك قد لا يجد بين الإجابات إجابة جاهزة الإجابات الجاهزة ما يريده يعني فيه ضمن الخيرات يعني مثلا عدد ساعات المذاكرة أقول له مثلا من واحد لتنين من اتنين لتلاتة ومن تلاتة لخمسة طب ممكن واحد يقول له بذلك الثمان ساعات فأنت مش حطط له الخيار هنا بتاعه فيه الحل فهنا الحل هنا أن أنا ألجأ أن أنا أترك خيار آخر أقول له أخرى تذكر أخرى تذكر وأخليه هو يحددلي بقى وبعد كده لما أجأ عالج بقى للسبانة هذه الجزء المفتوح أبتدي أعمله فئة أكوده يعني الوقت أخدت من واحد لتنين أو واحد لتلاتة ومن أربعة لتلاتة أخلي الأخرى دي مثلا من ستة لعشرة أخليها كفئة تلتة الأسئلة المفتوحة أو للسبانة المفتوحة تكون عباراته أو أسئلة غير محدودة الإجابة أي تكون إجابات مطروكة بشكل مفتوح لإبداء الرأي مثل ما ما اقتراحاتك لتطور الجماعة هذا النوع يا جماعة مستحيل أعمل دراسة مسحية على معينة كبيرة وفيها أسئلة مفتوحة وكل الاستبانة مفتوحة مستحيل هتلاقي نسبة الاستجاب لو طبقت هذا الموضوع على عينة كبيرة هتلاقي ممكن نسبة الاستجابة عشرين، تلاتين، أربعين بالكتير سبعين في المية لأغلب الناس بتمل لما تقول لك اقتراحاتك تدي له أسئلة كنت بتمل طب كيف أنا أجمع معلومات سبب أنا مفتوحة أفضل طريقة عشان تجمع معلومات بأسئلة مفتوحة اعمل حاجة اسمها مجموعات التركيز هي مجموعات التركيز دي أن أنت تحاول تجمع أهل الاختصاص من اللي هيقتراح لك مقتراحات التطهور الجامعة فكل واحد بيكتب لي مقتراحاته ويبتدوا ينقشوها جروبات مع بعض وأوصل منها لأبرز المقتراحات الأساسية للتطهور الجامعة وهنا بهذا الطريقة أقدر أوصل إلى استجابات استجابات ذات قيمة من الاستبانة المفتوحة طبعا هي مفيدة في الدراسات الاستكشافية وفي المسالة المعقدة لو عندي حاجات أنا معرفش عنها شيء خالص أو جديدة في المجتمع أو حاجات ما عنديش بفيش أي معلومات عنها أو شيء معقد فهنا بلجأ بهذا النوع من الاستبانات من عيوب صعوبة وضع الإجابات في فئات وصعوبة تحليلها وكذلك الحصول على كمهات كبيرة من بينات ويمكن تحليلها باستخدام برامج إلكترونية مثل برنامج إن فيديو دي تتطلب جهدا ووقتا وتفكيرا جادا من المشارك مما قد لا يشجعه على المشاركة بالإجابة وأيضا تتطلب وقت كبير في التحليل لكن من مميزاتها سهلة الإعداد جدا يعني ممكن أعد هذه الاستبانة في خلال اليوم أما الاستبانة المغلقة ممكن أعدها في شهر أو شهرين أو ثلاثة على حسب درجة الثقة اللي أنا عايزها يعني ممكن تستخرج مني الاستبانة المغلقة سنة إزاي تقولي سنة ممكن هنا سنة إزا ما قلنا على حسب درجة الثقة اللي أنت عايز تجمع بيها المعلومات هنا ببتع ودخلها في عمليات فرز وتطبيق وتحليل وقال صدق وزباد مرة واثنين وثلاثة إذا كان الباحث متمرس فممكن يعد الاستبانة في خلال شهر ممكن يعدها في خلال الأسبوع دي تتوقف على درجة التمرس في إعداد الاستبانة فطبعا كل واحد دي مهارات وكل واحد دي مهارة في تصميم الاستبانة ممكن اصمم الاستبانة في يوم أنا خبراتي وأنا عن خبراتي آخر ممكن يصممها في السبوع آخر ممكن يشممها في شهر شهرين وثلاثة أو كذلك هذه تتوقف على خبرات الباحث وقدرته على تصميم الاستبانات وخبراته الأكاديمية في هذا المجال الاستبانة المغلقة أو المفتوعة والشيء من المغلقة والشيء من المفتوحة دي تحتوي على عدد من أسئلة زيادة إجابات جاهزة ومحدده على عدد أخر من أسئلة زيادة أجيبات حرة مفتوحة وأسئلة زيادة أجيبات محددها مدبوعة بطلب تفسير سبب الاختيار يعني مثلا ما هو تقييمك لخدمات الجامعة أقوله جيدة ومتوسطة وضعيفة أو ممتازة جيد جدا جيد متوسط ضعيف زي ما عندنا عايز اختار طب إذا اخترت متوسطة أو ضعيفة أو ما هي مقترحاتك لتطوير يعني في حالة إذا اخترت متوسطة أو ضعيفة قولي إيه هي مقترحاتك لتطويرها انت شايف هذا التقييم متوسط أو ضعيف طب ممكن كارمان تقولي هي مقترحاتك فهنا قدرت أوصل إلى تقييم شيء كمي وشيء نوعي وهنا الجزء هذا النوعي يساعدني كتير جدا في تفسير هذا يعني أنا ما جعلق على هذه الاستجابات بتاع المبحثين مثلا بصل تقييم إيه مثلا دسعين في المية كان تقييم الخدمات الجامعة مثلا متوسط فهنا طب إزاي تبرد أنت بتقول وقت دسعين في المية بيقييموا خدمات الجامعة بصورة متوسطة طب إيه هي الأسباب فهنا اللي كتبوا لك هنا الناس في اقتراحتهم ممكن تحطه في هذه لتقديم أسباب لهذا التقييم وضحك وهو أفضل لكل من الباحث والشخص المعني اللي بإجابة عليها لا أسباب عدة سهولة الإجابة ولا يحتاج إلى تفكير معقد وسرعة إجابة ولا يحتاج إلى جهد كبير وسهول التبويب وتجميع المعلومات المجمعة من السبانات الموزعة كل الاتجاهات الحديثة في تصميم وكتابة للسبانات ترى ضرورة تحديد الإجابات حتى بالنسبة لبعض الأسئلة المفتوحة في طبيعتها مثال ما هي البرامج اللي هاتف تتوضل أن نشاهدها في التليزيون فبدل أن نترك الفرض حيارة في إجابتي وتصميمتي الأنواع لبرامج فإن الباحث يحدد تلك الأنواع معنا السؤال المباشرة برامج غنائية، دينية، ثقافية، أجنبية برامج سعسية، برامج أخرى أذكرها أو رجاء كرما أذكرها وهذا النوع يعني يعتبر من أفضل أنواع اللي هي فيه شبك مغلوقة وشبك مفتوحة وأيضا يتوقف على طبيعة البحث وإن كان هو أفضل نوع برضو يتوقف على طبيعة البحث هنا أنواع الاستبانات حسب طبيعة الاستجابة المطلوبة يعني دكتورة دكتورة مين؟ دكتورة دكتورة إيمان قالت أنا بستخدم مقيس في بحوثي مقيس مصورة اللي هي تعتبر أنواع الاستيبانات المصورة فهي أحد أنواع الاستبانات اللي اسمها الاستيبيانات المصورة وفي عندي مباشرة وعندي غير مباشرة إيه الفرق من الانواع التلاتة؟ تعالوا نشوف الفرق من الانواع التلاتة الاستيبانة المباشرة أسئلة حتى تحقق بجمح وفيها تتم البحث عن حقاق إهلا حضرت برامج التغليمية؟ نعم طب كامة عدتها؟ هنا أسئلة مباشرة غير مباشرة لنا إزاي ما بقوله بقيس ما وراء الحدث ما وراء الفقر ما وراء تفكير الإنسان يعني دي بس صنبت منها أشياء أخرى غير مطلوبة وفيها ديمة الصباط المعلومات مردود المبحثين فيها يكون السؤال غير مباشر فمثلا إذا كنا نريد بحث اتجاهات أعضائه ده ليس نحو البرامج التدريبية فممكن أقوله إيه البرامج التدريبية مفيدة يقوله آه طب وممكن بصريقة أخرى حضور البرامج التدريبية مضيعة للوقت لو قال لي هنا غير موافق بالشدة يبقى فعلا هنا تعتبر عبارة عكسية ولكن هنا أبقيس فعلا هل هل المستجيب بيحب البرامج التدريبية ولا شايف فيها منفعة فعلا استفاد منها ولا ما استفادش منها فهنا بقيس بطريقة اسمها طريقة غير مباشرة أيضا في حاجة اسمها الأسئلة السقاطية يعني أقول له شيء أسأل عن شيء وأنا غرضي أعرف شيء آخر أنا غرضي أعرف شيء آخر من خلالها هذه الاستجابات طيب الاستبادة المصورة وفيها تم إبراج شيء معين غامض وتقدم فيها سئلة على شكل رصوم أو صور بدلا من العبرات المكتوبة ويقدم هذا النوع من الاستبادة إلى الأطفال أو الأميين وقد تكون تعليماته شفهية أدمنه صورة وقول له إيه رأيك في الصورة دي أدمنه شكل وهو يقرأك في الشكل وهكذا أو أخلي يلصم صورة يلصم صورة وأبتدأ أنا أحلل هذه الصورة بيستخدمها الناس بتوع العلم النفس أننا هي بقياس الرسمة عند تعبيرات تعبيرات الصورة عند الأطفال أبتدأ حلل الصورة هادي وأشوف إيه هي الأمراض أو الأشياء اللي بيخاف منها الطفل أو الأشياء المتعلقة في ذهن الطفل أو الأشياء اللي حبها الطفل يعني مثلا لو عرضت له سيارة ودبابة وصاروخ ومثلا عجلة لإيده الطفل يعلم على السيارة أو وممكن أقول له إيه الأشياء الحاجة اللي تحبها من هذه الأشياء لإيده اخترق أشار السيارة هنا الطفل هذا يحب اللعبة بالسيارات فهنا ممكن أوظف له في عملية التعلم السيارات يعني أخلي يتعلم من خلال استخدام السيارات يعني أشوف إيه الأشياء وأبتدأ أوظفها في عملينا تعليمه إذا كان يحب الرصف فممكن أوظف له عملية التعلم بالرصف إذا كان بيحب السيارات أو الأشياء الحركية فأبتدأ أوظفه السيارات التعلم خصوصا في عملية العد دي سيارة دي اثنين دي تلاتة وهكذا إذا كان بيحب مثلا إشياء اليدوية فممكن أستخدمه اليدويات في عملية التعلم وهكذا هنا بعرف منه من خلال هذا أشياء من خلال السبان الصوري أعرف الأشياء اللي بيحبها والأشياء اللي بيكرهها والأشياء اللي بيخاف منها وهكذا نيجي الرواع للسبانات حسب مقييص التقدير وين نقطة مهمة جدا حسب ريتج سكيل اللي هي مقييص التقدير وفقه لليكارت وهنا على فكرة نتطرق لموضوع مهم بقياس ليكارت كلكوا سمعتوا عن مقياس ليكارت ايه هو مقياس ليكارت ده ليكارت قال زي ما قلنا احنا كل ما يوجد جوجد بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه اولا الاستمانات هذه هي عبرها عن تولز وتستخدم لقياس الاشياء النوعية الغير محسوسة يعني شيء نوعي غير محسوس زي مثلا زي ما قلنا الرأي والاتجاه ده شيء غير محسوس طب الشيء المحسوس الغير محسوس هذا هل ممكن ان انا اعبر عنه بطريقة كمية في الاول ان العلماء ما كانوش قادرين يقيسه هذي الاشياء لما الراجل ده وضع قياس هذا دي كارت ابتدينا كل سلوك انساني نوعي او كل سلوك محسوس ابتدينا ان نضع له قياسات طب هل هذه القياسات بالاستبانة دقيقة مية في المية اقول لك طب هل انا لما اوزن شيء بالميزان بيطلع دقيق مية في المية بالطبع لا في نسبة خطأ في نسبة خطأ طب نسبة الخطأ المزموح بها كم اللي تتوقف على حسب برضو طبيعة البحث ولكن في البحث العلمي انا عندي نسبتين خطأ اللي عندي خمسة في المية وعندي واحد في المية خمسة في المية او واحد في المية هذه نسبة الخطأ المزموح بيها طيب كيف اتغلب على اتغلب على الاخطاء في جمع البيانات اللي فيه طرق كتيرة جدا منها اولا اننا زي ما انا باوزن على الميزان اصبت الميزان الاولى عدله عشان اوزن صح نفس الشيء اعد الاستبارة بطريقة صحيحة ايضا اختار العينة المستهدفة او المجتمع المستهدفة بطريقة صحيحة ايضا اضع اطبع على عينة ممثلة للمجتمع الفعلي والعينة أيضا تكون عینة عشوائية ولاست عينة قصدية اما اذا كانت العينة قصدية فما اقدرش استخدام معها سليم حصائية استدلالية وهنا هتكون نسبة الخطأ ممكن تصل للخمسين في المئة لأن العينة قصدية مقصودة هنا تتوقف النتائج على العينة فقط هذه النتائج هذه خاصة بالعينة لا أستطيع تعميمها عليه المجتمع وهنا لو في دورة عن العينات وإزاي تختار العينات وانواع العينات ممكن نتطرق لها فيما بعد وإزاي تختار العينة الممثلة للمجتمع وهي حجم العينة المناسب للبحث بتاعك وكيف أختاره وكيف حديتها وهكذا في دورة أخرى بإذن الله طيب إيه مقياس لوكرت فقال لي لوكرت قال لي قال أنا عضع العبارات وكل عبارة حطت قدمها خيارات الاختيارات موافق أو غير موافق ده خيار اسمه استباعنا القياس السنائي يعني خيارين فقط أو موافق بشدة موافق غير موافق أو القياس الرباعي بشدة موافق غير موافق غير موافق مطلقا هذا القياس الرباعي القياس القماسي موافق بشدة مثلا موافق محايد غير موافق غير موافق مطلقا هذا قماس او ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف على حسب التجريج اللي انت عايز تحطه طبعا يتوقف اسم التدريج على حسب العبارات وعلى حسب طبيعة المشكلة اذا كنت عايز قصر ده فنقول موافق اذا كنت عايز مثلا تقييس تقييم فقول ممتاز او كذا وكذا اختار سكيل المناسب للبحث بتاعي وعند الاستبان هذا القياس السداسي يعني حط 6 اختيارات وعند الاستبان هذا القياس العشري العشاري حط 10 اختيارات وهكذا او ممكن القياس المئول طب ايه افضل نوع من هذه الانواع ايضا ما نستطيع الجزم بافضل نوع ولكن يفضل يفضل السبانة زادة التدريج القماسي ليه التدريج القماسي قال لي لان التدريج القماسي ممكن احوله لرباعي وممكن احوله لسلاسي وسنائي وعشاري وهكذا وان كان في بعض الاحيان ممكن استخدم قياس العشري العشري مثلا لو انا عايز اوسع مجال خصوصا في قياس الرضا الرضا الوظيفة او رضا فحط له سكين من 1 ل 10 واقول له اختار او خط على من 1 ل 10 ليه عشان اوسع الرنج لان اكتشف كل ما توسع الرنج للمفحوص كل ما تحصل على اجابات دقيقة يعني كل ما اوسع الرنج قدي مجال للمفحوص قال لي كل ما تحصل على اجابات دقيقة وايضا بعض الدراسات اكدت ان الاستبانة ذات التدريج الخمازي اجابتها او نتائجها ادق من الرباعي والثنائي والثلاسي وممكن تحويلها زي ما قلنا ممكن تحويلها للثنائي ورباعي وثلاثي وثنائي زي ما نشوف في الآتي طي هنا الاستبانة زور القياس الواحد وفيه يكون خانة واحدة للقياس رتب المهارات التالية حسب اهميتها بالنسبة لك ايه المهارات اللي انت عايزها المهارات القياس رتبها واحد شايف المهارات القاضية رقم واحد دي رقم اثنين دي رقم تلاتة دي رقم اربعة دي رقم قرار رتبها هتلاقي هنا كل واحد يلطب هذه المهارات وفقا لاحتياجاته فهي اسم استبانة ذو القياس الواحد وهنا لها طريق هذا النوع من الاسئلة ليه طريقة في الادخال في اس بيس مختلفة تماما ليه طريقة في الادخال في اس بيس مختلفة وهي ليه طريقة تجميع مختلفة طيب استبانة ذات القياس السنائي وفيها يكون خانة القياس السنائية مثلا هل تستخدم التعلم نشط التدريس نعم او لا هل حضرت دورات تدريبية نعم او لا طب كم عدد الدورات التدريبية هل حضرت دورات تدريبية في عمادة البحث العلمي في جامعة الملك خالد نعم او لا طب كم عدد الدورات التدريبية طب هل أثرت الدورات التدريبية التي حضرتها في أدائك التدريسي أو في أدائك البحثي نعم أو لا كم عدد البحوث التي نشرتها بعد أن أخص دورات هنا ممكن أشوف علاقات هل في علاقة من عدد الدورات التدريبية وعدد البحوث المنشورة ولا لا لو أنا عايزة أعمل بحثي ارتباطي هذا النوع من الاسبان يسمى الاسبان تفاعلي أبتي سؤال وتحتي سؤال مرتبط به وهكذا ده بيفيد في عمل دراسات العلاقات وأيضا يستخدم في البحوث الطبية هل لديك مراض مزمنة نعم أو لا طب إيه نوع الممرض المزمن طب هل تستخدم نمط حياة سلبي يعني هل تمارس الرياضة نعم أو لا إيه أنواع الرياضات هل تتمارسها هنا أستخدم برضو هل أربط بين أنواع الرياضيات الرياضة اللي يمارسها المريض والمرض هشوف فيه علاقة بين هذا ولا هذا ولا لا طيب نجي أنواع الاستبانات ذات القياس السلاثي هنا أستخدم التعلم والناشط في التديس شوف سقط العبارة هنا العبارة هل تستخدم لأن السؤال هل الإجابة عنه نعم أو لا دايماً وأيضاً في بعض الأخطاء في البحوث أن ألاقي سؤال بحسي مذكور فيه هل هو في بعض التقصصات تستخدم هل في البحوث وهنا خطأ شاع ما في سؤال بحسي بالنسبة للسؤال البحسي يبدأ بهل لكن في الاستبانة ممكن أقول هل إذا كانت الإجابة ليه لأن السؤال هل الإجابة عنه نعم أو لا أما في السؤال البحسي أنا لا أجيب عنه بنعم أو لا أنا أجيب عنه بطريقة كمية وأشوف مدى الرضا يعني مدى الرضا عن البرامج التدريبية أفضل ولا أقوله هل هل أنت راض هل أنت راض عن البرامج التدريبية ده في السؤال البحسي أيما أفضل طبعاً ما مدى الرضا عن البرامج التدريبية هذا الصح لكن لما أجيب في الاستبانة أقول هل أنت راض عن البرامج التدريبية ممكن أقوله نعم أو لا هل تستخدم تعلم ناشط نعم أو لا إذا كنت باستخدم الاستبانة زاته زو قياس السنائي شوف سيقط العبارة هنا لما استخدمنا سورة هستخدم التعلم ونشط في التدريس دائما أحيانا نادرا أبدا لحظوا هنا التدريج دائما أحيانا نادرا أبدا هل في شيء مش موجود في هذا الخيارات التسلسلة ولا هل الخيارات هذه مختلفة يعني غير متسلسلة يعني هل لو وضحت نادرا هنا يعني هل لو وضحت أحيانا أحيانا ونادئ دائما أيهم أفضل أحط كده ولا أحط بهذه الطريقة أيهم أفضل أضع التدريج بهذه الطريقة دائما أحيانا نادرا متسلسل كده ولا أحطه بغير التسلسل كده الأول ليه ليه الأول دكتور إيمان بدأولي الثاني أفضل ليه الثاني أفضل لازم نعرف ليه أيهم أفضل أول أو الثاني أو ليه الأول مرعات التطريب الأول المتدرج ممتاز يفضل ممتاز يفضل فعلا أن هي يكون التطريب متسلسل يعني ما أقول دائما أحيانا ما أقول شيء أحيانا لأول وبعدين دائما أو أقول أحيانا ونادرا وبعدين دائما ليه؟ لأن المستجيب أنت هنا أنت هنا عملت له ربكة فهنا هنا متعود ممكن يكون متعود أن يفي تسلسل فهنا يقول لك أستخدم يفتكر أن هذه دائما يحطت لك عليها صح يحطت لك عليها صح وهو أصدو أن هي دائما لأنه ما أخذش باله أن دي أحيانا فهنا يؤدي إلي ضعف سباة الاستباع يؤدي إلي ضعف سباة الاستباع فهنا يفضل طب أنا وقت أحد الباحثين يقول لي أنا عايز أخلفها يا دكتور علشان أتأكد أن المستجيب ركز في العبارة وأجاب لك جيبة دقيقة غير عشوية لا أنا ممكن بدل ما أعمله هذا الربكة لا أقول له أستخدم التعالي من نشط التدريس العبارة وأجيب له عبارة بس بعدها مباشرة بعد خمس عبارات لا أفضل استخدام التعالي من نشط في التدريس أو لا أستخدم التعالي من نشط في التدريس فهنا عملت له عبارة عكسية هنا أقيس بها فعلا لو أنا عايز أقيس يعني أن المستجيب أو المستجيب للاستبانة أجاب قرأ العبارات وأجاوب بدقة بس هنا أستخدم عبارات وعبارة عكسية بس العبارة العكسية تكون بعد ثلاثة ربع فقرات في من ضمن الأخطاء في بعض الستبانات يقولي عشان أقيس عشان أقيس مدى جديد المستجيب يقولي يحط العبارة أعلم على العبارة رقم ثلاثة طب أنا بقوله بدل ما أقوله أعلم على العبارة رقم ثلاثة أقوله لا أقوله عبارة عكسية أفضل أقوله عبارة عكسية علشان اتأكد فعلا لان خزن دي هوليكو السبانة بعد شوية ان في عشان اقيس تقييم الطلبة لعضاء التدريس فمحطين بعد العبارة علم على فاق رقم 3 فالطلبة حفظه ان العبارة رقم 10 هي بيقولك علم على رقم 3 فحط كل الخياطة رقم 3 عشان ايه لو عايز يخلص السبانة بسرعة عشان يعرف انه يجي ما هو تعود بقى خلاص يجبه كله يخترق من اللي هو احايد محايد 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 فهنا برضو الاستجابة بتاعته غير دقيقة فهنا بدل ما احط له علم عبارة رقم 3 لا اقول له اجيب له عبارة وعبارة عكسية وخليه وخليه هو طبعا هنا لما يجاوب بقى هعرف انه هو غير دقيق في القراءة او غير دقيق يعني مثلا لو قال لي استخدم التعلم منعشة هنا قال لي ايه قال لي في هنا دائما ماشي جيت هنا بعد كم عبارة قلت له لا استخدم التعلم النشط في التدريس فاذا لقيته هنا علم على نفسه دائما يبه هنا هذا المستجيب غير صادق في استجابته فممكن احذف الاستجابة بتاعته لكن اذا لقيته هنا استخطر لهنا هذه الاجابة يبه هذا الرجل كان دقيق في الاجابة بتاعته يعني هذا المبحوث كان دقيق في الاستجابة طب هنا الادخال برضو يختلف لما جاء اكود الاستبانة هذه دائما في العبارة الايجابية بديها خمسة ودي بديها اربعة هنا بتزبط تكويد يا جماعة انا بتكلم بالنسبة للتكويد احيانا بدي اربعة ونادرا بديه تلاتة وابدا بديه واحد واحد يقول ازاي تدابا واحد مفوضة بدي له صفر انا اسف هنا اربعة هنا عشان مقياسه اخليه اربعة وهنا تلاتة وهنا اتنين هل ممكن اقول صفر واحد اتنين تلاتة ممكن ولكن قال لي يفضل واحد اتنين تلاتة اربعة ليه لان علشان ما تحصلش عندك لغبطة في التحليل فيما بعد يفضل بهذه الصورة وليها طريقة لمعالجة ماشي فهنا اقول واحد اتنين طب في العبارة هنا لا استخدم هل احطها بنفس الطريقة لا احطها بهذه الطريقة احط اربعة هادي تبقى اربعة وهنا اتنين اه تلاتة وهنا اتنين وهنا واحد لما اجع احطها في اكوتها فهنا ليه لان ازا ازا قال لي لا استخدم ابدا يبقى هنا معناه ان هو ايجابي وبيستخدم التعلم الناشط وضحت الفكرة فهنا عملية هنا التكوييد اختلف التكوييد اللي كان اللي كان بتتكلم عن ترميز الاستبانة هذا الترميز في الاستبانة في حالة ترميزها ووضعها في برنامج اكسيل او برنامج لجهة القماس وده باستخدم بهذه الطريقة استخدم التعلم الناشط في التديس دائما غالبا احيانا نادرا ابدا هنا في تسلسل برضو منطقي تسلسل منطقي دائما غالبا احيانا نادرا ابدا وممكن اعمل حركة تانية اقول له عشان افهم المستجيب اقول له دي خمسة وهنا دي اربعة ودي تلاتة ودي اتنين وهذه ابدا واحد لكن اذا عكس غالبا ودائما هنا برضو بتسبب ارتباك للمستجيب واحد هذه وايضا لما جاء اكويتها ودخلها في البرنامج الاسي بي سي س برنامج التحليل العصائي بعملها بهذه الطريقة دائما بتاخد خمسة غالبا اربعة احيانا ثلاثة نادرا اتنين ابدا واحد وبتدخل بهذه الطريقة لكل عبارة من هذه العبارات يعني اذا المستجيب كان معلم على احيانا هنا هنشوف ادراج اذا كان المستجيب معلم على احيانا يعني اذا كان عندي المستجيب هنا معلم على احيانا كده عندي في استبانة والايد المستجيب معين معلم على احيانا فهنا ادخلها ازاي اللي تدخل هذه العبارة تحطها يا رقم تحط فيه تحط في البرنامج تلاتة تحط في البرنامج تلاتة يعني اختار تلاتة طيب لو كان معلم على خمسة معلم على خمسة يبه هذي هذي العبارة اختارها هحط خمسة هو اختار في هذي العبارة خمسة وهكذا طيب ايضا حضور يعني هنا لو عايز قيس برضو هنا السؤال هنا شوف هنا بترغل مباشرة بترغل مباشرة حضور الدورات التدريبية يساعد في بناء علاقات ايجابية مع زملائي في الجامعة انا عايز قيس رضا عن التدريب بس بترغل مباشرة حضور الدورات يساعد في بناء علاقات ايجابية مع زملائي في الجامعة هنا اوافق تماما اوافق الى حد ما لا اوافق لا اوافق مطلقا في بعض الناس بتقول لي لا اوافق تماما هذا خطأ شاع مفروض هنا لا اوافق تقول لي اوافق مطلقا هذا الصح يعني لما تيجي تقول لا اوافق هنا ما تقولش تماما او بشدة او هنا اذا كنت تقولوا اوافق بشدة هنا لا تقول لا اوافق بشدة تقولوا لا اوافق مطلقا وضحت وهنا أيضا تدريش خماسي هنا بديها رقم 5 ممكن أحط كده هنا 5 وهنا 4 وهنا 3 وهنا 2 وهنا 1 في بعض الباحثين بيحط الزائب بيخليه هنا سالب 1 هنا سالب 2 سالب 1 0 1 2 ممكن ممكن ولكن دي هتسبب الغير المتخصص هتتسبب لأرباك يفضل انت تخليها 1 2 3 4 5 عشان تبقى معالجتها مفهوم لكن في بعض المقييس في بعض المقييس أو بعض الستبال بحط بدل ده بحط سالب 2 وده سالب 1 وده 0 ده إذا كان فيه انعدام الصفة وهنا 1 2 ماشي ولكن يفضل يفضل تضعها بهذه الطريقة 1 2 3 4 5 دي جدوا استخدام في حالات معينة خاصة والبعض الناس المتخصصين اللي هو عايز خصوصا إذا كان فيه انعدام الصفة وطبعا في البحوث الإنسانية ما فيش حاجة اسمها انعدام الصفة يعني كل أي شيء أي شيء موجود عندك أي خاصية أو أي صفة موجودة عندك ولكن موجودة بقدر ضئيل جدا ممكن تكون موجودة بشكل ضئيل جدا لكن ما فيش حاجة اسمها يعني ما فيش حاجة اسمها صفر مطلق في الإنسان في القياس المعنويات في صفر مطلق في القياس يعني ما أقولك صفر كيلو يعني فيش وزن لكن ما أقول ما أقدرش أقول صفر زكاء مستحيل ألاقي إنسان صفر الزكاء أو صفر التفكير مستحيل هذا أشياء مستحيلة في القياسات المعنوية أيضا الاستبعاء في القياس السوداسي لو أنا تقييمك لذاتك تقييمك زمالك وحط دريج سوداسي كده ممتاز جيد جدا زي التقديرات المستخدمة في تقييم الطلاب ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف ضعيف جدا هذا اسمه استبيانز هو قياس سوداسي أي سوداسي التدريج وهنا برضو نفس الشيء بحط هباسين بحط هذا ستة وهنا خمسة وهنا أربعة وهنا ثلاثة وهنا ضعيف اثنين وهنا واحد بهذه الطريقة وأبتدي أدخلها في البرنامج وأبتدي أحللها أي أنواع الاستبانات بقى حسب التقنين في حد عنده فكرة عن استبانات المقننة وغير المقننة أنا كنت تجلمتكم على أن في استبانات بتاخد سنين صح؟ في استبانات ممكن عدها في يوم هنا موضوع التقنين هنا موضوع التقنين الاستبانات المقننة وغير المقننة في حد عنده فكرة عن هذه الانواع ما هي الاستبالات المقننة وغير المقننة؟ في سؤال بيقول لي وافق لحد ما ممكن تستبدل بكلمة محايد أو محايد في بعض الدرسات تستبدل وافق لحد ما إلى كلمة محايد في سؤال بيقول لي هل صحيح أن يكون ضمن خيرات المقياس الخماسي لا أدري نعم إذا كان الباحث ما عندهش علم بأنت أنت عتعرف أن بعض المبحثين ما عندهمش علم بشيء يعني مثلا هل توجد دورات في جامعتكم في جامعة المالخ خالد فمش شكرا أكيد في بعض الناس ما تعرفش أن في دورات بتقاوم في جامعة المالخ خالد فممكن تحط اختيار هذا لا أدري فبناء علي تعرف نسبة الناس اللي هي لا تدري عن وجود برامج تدريبية في جامعة المالخ خالد هذا عادي ممكن ما هي الاستبالات المقننة وغير المقننة؟ المقننة تم تحكيمها وتطبيقها على عينها في مجتمع معها تمام ترجمة نانسي قنقر المقننة سابقة تجربتها المقابلة الحرة غير مقننة. انا ما تكلمش عن المقابلة الان انا بتقلم معنا الاستباعة. ايضا استباعة المقننة وغير المقننة. على فكرة المقننة غير المقننة الاتنين بيحكامه والاتنين بيقاص صدقه السبات. الاتنين بيقاص الصدق السبات بتاعه. ولكن في فرق جوهني بين المقننة وغير المقننة. مرضو المقننة المغلقة. انا بكلم عن الاستباعة المغلقة حاليا. الاستباعة المغلقة مقننة وغير مقننة. على فكرة الاستباعة المفتوحة دي مش شرط تكون مقننة. الاستباعة المفتوحة دائما غير مقننة بالنسبة للإستبانات المفروض للإستبانات لا تكون محددة بوقت لأنها ليست اختبار الإستبانات لا تحدد بوقت لأنها ليست اختبار الذي يحدد بوقت معين هو الاختبار لماذا؟ لأن الاختبار أنا بقص فيه سرعة الأداء أحد الآBill أنا بقص في سرعة الأداء أنا بشوف أراء المستجيبين فبدلوا الوقت الكافي ليه سواء خد ساعة ساعتين ثلاثة يوم ثلاثة أربعة لذلك أنا ما بأوزع السبانات ممكن أتركها عند المستجيب يومين ثلاثة فأنا غير ملزمه بوقت معين الاستجابة طيب تعالوا نشوف إيه هي المقننة وغير المقننة قال لي الاستبانة المقننة والاستبانة غير المقننة تعالوا الفرق دي تحتوي على مجموعة من الأسئلة الدقيقة دي تتضمن مجموعة من الأسئلة العامة في شكل عنوين رئيسي لأهم القضايا المبحوثة دي تستخدم الأسئلة المغلقة ودي تستخدم الأسئلة المفتوحة أو المغلقة تستخدم الأسئلة المفتوحة أو المغلقة الأتنين طيب مثلا هل لديك حساب على الفيسبوك نعم ولا لماذا قمت فتح حساب على الفيسبوك طيب يهدف إلى جمع معلمات كمية يهدف إلى وصول أكبر عدد ممكن من المعلمات صعب الإعداد سهل الإعداد سهل التحليل صعب التحليل في نقطة أخرى أعز أضيف هنا الاستبالة المقننة الاستبالة المقننة هي المقييس الاستبالة المقننة هنا بتسمى اسمه اسمه المقييس تسمى لها اسم اسمه المقياس المقاييس بتوع علم النفس باستخدامه لما تلاقي أبحوش علم النفس دائم باستخدامه مقياس استخدامه مقياس زكاء استخدمت مقياس صعوبة التعلم استخدمت مقياس كده في الأصل هي عبارة عن استبانة ولكن هي استبانة مقننة يعني مقننة يعني هذه الاستبانة طبقتها طبقها على ممكن عينة توصل للألاف عينة توصل للألاف وقاس كل الخصائص السيكومترية بتاعتها صدق وسبات وصدق عاملي علشان يتأكد فعلا أن هذه الاستبانة تقييس الزكاء تقييس الزكاء فهذه الاستبانة ممكن يعمل عليها بحث بس على خصائصها السيكومترية على سبات الصدق بتاعة هنا يسمى استبانة مقننة يعني تم تقنينها طبقت على العينة واثنين وثلاثة وأثبت فعلا أن هذه الأداء هي تقييس زي مقياس بنيل الزكاء وأيضا مقياس مقياس الزكاء المتعددة بتشوفوا قتير مقياس الزكاء المتعددة وبعد البحثين عمل دراسة كاملة على المقياس هذا وعملوا الصدق والسبات هل دي فعلا بتقييس الزكاء هي بتقييسه بس بدرجة تقيقة شوي بيشطفها ما قدرش أقول مية في المية لا هي بتقييسه بدرجة عالية جدا فعلا ومقياس الموهبة بتقييس الموهبة فعلا بدرجة بتبيني أن الشخص ده موهوب أو غير موهوب ولكن مش بدرجة مئة في المية لا فيش مقياس في العالم يقيس أي خاصية إنسانية بدرجة مئة في المية مستحيل حتى الآن لم يكتشفه بعد لأن الإنسان أولا الأفعاله بتتغير خصائصه بتتغير الفوسيجورية بتحته بتغير أنت حتى لو وزنت لو وزنت نفسك الآن ووزنت نفسك بعد يومين هتلاقي الوزن تغير هذا مقياس كمي بيتغير ما بالك باء الصفات الإنسانية والشيء المعنوي تغيره أسرع بكتير تغيره أسرع من التغير الكامي لذلك لا يوجد مقياس دقيقة حتى الآن لكن كل المقياس بتديك مؤشرات فيه مقياس تديك مؤشرات دقيقة إلى حد ما وفيه مؤشرات تديك مؤشراته إلى حد ما عامة يعني بس مفيدة هذا الفرق بين الاستبيانة المقارنة وغير المقارنة بالنسبة للاتنين هما يقضعوا للتحكيم ده التحكيم من نزارة متخصصية وتحكيم وقياس صدقه سبب ولكن دي بستخدم فيها اسمه حاجة اسمه الصدق العاملي يعني بستخدم في قياس الصدق بتاعتها الصدق العاملي يعني بشوف درجة ارتباط العبارات بالمحور بتاعتها ومدى تشبع كل بعد بالعبارات بتاعته تشبعات العبارات بالمحور بتاعته فهنا بستخدم فيها التحليل العاملي أما هنا باستخدم فيها صدق للساق الداخلي كافي الحسابي الصدق حق طيب حسب عدد المبحثين فيه استبانات أطبقها على الأفراد وفيه استبانات أطبقها بشكل جماعي يعني هنا الاستبانة الفردية هي التي تعطى للمبحثين بطريقة فردية وزاعة بطريقة فردية سوى الزاعة الإلكترونية أو كل واحد يعطي استبانة هذه استبانة فردية أو توزع على مجموعة المبحثين في المجتمعين في جلسة واحدة أو في ورشة عمل أو حلقة نقاش أو دولة تدريبية وده اللي ممكن نسميها مجموعات التركيز مجموعات التركيز الجروب مع بعض أوزع عليهم استبانات إذا تنقشوا فهنا سمت مجموعاته تركيز أيضا حسب طريقة التطبيق عندي استبان المدار ذاتية من قبل المبحوث وعندي الاستبان المدار من طرف المبحوث وعندي الاستبانة المدار من طرف الباحث ايه الاستبان المدار ذاتية من قبل المبحوث المبحوث هو متحكم فيه وهنا من طرف الباحث المدار المدار من طرف يعني هنا المبحوث هنا المدار من طرف المبحوث وهنا المدار من طرف الباحث يعني الباحث هو المتحكم فيه وهنا المبحوث المتحكم فيه طيب عندي حسب التفاعل هنا التفاعل تفاعلي وغير تفاعلي ايه التفاعلي غير التفاعلي زي ما قلنا التفاعلي أنا الآن ممكن في الاستبانة بتاعت اقول له هل حضرت دورات تدريبية نعم او لا طب كم عدد الدورات التدريبية اقول له من واحد الاثنين ولا من ثلاثة الاربعة ومن خمسة الستة او احدد طيب كم عدد دورات هل الدورات التي حضرتها متعلقة بالبحث العلمي بالبحث العلمي اقول له نعم او لا طيب كم عدد الدورات المتعلقة بالبحث العلمي شوف انا ماشي معاي ايه بصورة سلسلية تفاعلية كاني بنقشو كاني بنقشو على الورق طيب كم عدد دورات المتعلقة بالبحث العلمي طيب كم هل استفدت من الدورات التدريبية في اعداد البحث العلمية نعم لا نعم او لا طيب كم عدد البحثة اذي مشرتها كذا هذي اسمها التفاعلية طيب النوع التاني الغير تفاعلية انا بحطي عبارات وحطت قدام اختيارات عبارات عامة وحط اختيارات انا حضرت ارغب في حضور ارغب في حضور الدورات التدريبية موافق غير موافق كذا لا ارغب في حضور الدورات التدريبية كذا موافق غير موافق كذا الدورات التدريبية مفيدة لي في اعداد العبحاث موافق غير موافق كذا هذا اسمها غير تفاعلية وحط العبارات وتحقود دماء خيالات مميزات الاستبانة حد عنده فكرة عن مميزات الاستبانة ما هي مميزات الاستبانة تتميز بإيه عن الأدوات البحثية الأخرى المستخدمة في المحوث العلمية في استخدام الستبانة الجماعية أنها تعني أن يجيبه على استبانة واحد بشكل جماعي عندك إذا كنت عايز يجاوبه على استبانة مصورة جماعية بس أنت هنا تعتبر حالة واحدة يعني تعتبر الاستبانة واحدة لمستجيب واحد فإنه لا تقدرش تعتبر الخمسة دولار الاستبانة واحدة فقط هنا توزع على الكل وكل واحد يعبه وبعدين تتناقش لو أنت عايزه يتناقشه وتوصل إلى صيغة واحدة أو اتفاق واحد وهنا لو أنت عايز تخش في تكنيكة عالي جدا أن أنت تشوف الأراء قبل المناقشة والأراء بعد المناقشة هل اختلفت ولا لا لو أنت عايز تشوف هذا الموضوع لو عايز تتعمق في الموضوع هل أراءهم كان كل واحد لوحده كانت مختلفة عن أراءهم لما اتفقوا مع بعض وهل كان للتفاعل تأثير في تغيير الاستجابة ولا لا لو أنت عايز تغيير في تعمقات أخرى فعلا سهلة جمع البيانات يمكن توزيعها على كبير من سهولة أكثر من بقية الألوات سهلة تعرض هي من مزيتها أن هي أسهل أداة يمكن أعداتها أسهل أداة ممكن أعداتها وتطبيقها نعم سهل للتوزيع العدد الأكبر ممكن أجر عليها كل البحوث يعني تجري دراسات اقتباطية دراسات الحضار تحليل الحضار دراسات استدلال قراس فروق ممكن أستخدم كل الأساليب الحصائية مع الاستبانة كل الأساليب الحصائية ممكن أستخدمها مع الاستبانة ممتاز تعالوا نشوف مميزاتها تعطي المشارك فرصة كافية للتفكير دون ضغوط نفسية عليه الإجابة عن الأسئلة والإجابة ودقة وصلاحة أكثر موضعية أنا لم أدي المستجيب استبانة أقول له جواب عليها إن شاء الله بعد سبعين ثلاثة ورجعها فهو عنده الحرية فممكن في أي وقت فاضي هيبتدي يعامل الاستبانة غير المقابلة المقابلة أنت مقيد أمامك فممكن يعني يخاف المبخوص منك وما يديكش إجابات دقيقة ما يديكش إجابات دقيقة ولكنها أداة تستخدم تستخدم في أشياء لجمع معلومات عن حاجات معينة ولكن العيب المقابلات أنه هي بالمستجيب متخوف أنه يديك تصرحات تصرحاتك ممكن أو يعني ممكن يديك أجابات مضللة لأنه مش عايز يبيلك اللي بداخله لكن أنا ما تدي له استبانة هيفرطلك ويديك بحرية لأنه يعني زي لأنه اسمه مش واضح فهيديك سيباتي خلصنا ما تقوله الكتورانية هيديك هيديك بحرية أنا يجيب بحرية أكتر زي ما وجدوا أن أغلب الناس تستغرم وسائل التواصل الاجتماعي بإحترافية شديدة جدا دي دراسات عمل في حين أن تفاعلهم المباشر مع الأفراد ضعيف جدا ليه؟ لأن التفاعل المباشر بفيه هيبة بين الإنسان والآخر فبيخاف يعبر عن ما بداخله حتى لا يجرح مشاعره مع الأخرية لكن لما يبقى في وسائل التواصل الاجتماعي مبهم فيبتد يعبر بطلاقة ويطلع ما بداخله بحرية فهين عملية الضغط النفسي بتؤثر على من خلال المواجهة الشخص بتؤثر على الأداء بتؤثر على أنه يديك تصريحات صريحة أو يديك أراء صريحة لكن لما يتشال هذا الضغط النفسي بيديك تصريحات أو أشياء صريحة أو معاملات صريحة أيضا الاستبانة أكثر تمثيلة لمشاركة المدروسة لأنها يمكن توزيع فقراتها على جوانبها كما هو حال في السلطات الرأيية العام تتوفر الاستبانة ظروف التقنية المناسب فالألفاظ يمكن تخيرها والأسيرة يمكن ترتيبها والإجابات يمكن تسجيلها ويعني ممكن نقيص الصدق والسبات حجها لكن المقابلة مقدرش يقيص ده صدق والسبات تساعد الاستبانة في الحصول على بيانات حساسة أو محرجة لا يستطيع المشاركة الحصول عليها في المقابلة شايفين؟ تساعد في الحصول على بيانات حساسة أو محرجة لا يستطيع المشاركة الحصول عليها في المقابلة يعني مثلاً أقول لواحد ما رأيك في الجامعة لما أقول لوراك في الجامعة مباشرة يخاف لكن لما أقول لوراك في الجامعة يبتدي أقول له إيه هي من الإجابيات هي من السلبيات يكتب لي هنا يكتب لي الإيجابيات والسلبيات وطرق التحسين وده اللي بنستخدمه في الجودة يعني ما بنستخدم في الجودة في الدرازة الزاتية بنقول بنكتب كده إيه هي الإيجابيات وهي السلبيات وهي طرق التحسين في المقرر لما ديكي تعمل بصف المقرر أو تقرير مقرر بنكتب كده إيه هي الإيجابيات الموجودة وهي السلبيات اللي حصلت وهي طرق التحسين هذا نوع من نوع الاستبانات أقوله الإيجابيات والسلبيات والطرق التحسين طيب يكتبها موضوعين تسهل الاستبانة على الباحث تجمع معلومات كثيرة جدا من عدة أشخاص في وقت محدد يعني أجمع معلومات كبيرة كثيرة جدا في وقت محدد يعني لو عايز أقوم بحث في أي وقت فممكن أطبق إيه؟ هعمل استبانة وخلص البحث في حين أن البحث التجريبي وبياخد منه وقت كبير في عداد الأدوات وعداد كنت أعمل برنامج تدريبي بعمل البرنامج التدريبي وإذا كنت بعمل أنشطة فبأخذ وقت في عداد الأنشطة وأدوات القياس وكذا بأخذ وإن هذا البحث يستخدم للسبال البحث اللصفية سريعة في أنهي بحثي بسرعة الاستبانة لا تكلف ماديا من حاجة تصميمها وجمع المادة مقارنة بالمسائل الأخرى التي تحتاج إلى جهود أكبر وأعباء مادية مضافة كالسفر والتنقل من مكان إلى آخر في أحد البحثين الأمريكان قال لي أنا عملت بحث بس كان البحث ده كان يعني زرت فيه خمس دول وخدت في البحث ده خمس سنين زار فيه خمس دول وده كان بيتناول الأكلات الشعبية أو الأشياء الأشياء الشعبية أشهر الأشياء الشعبية في المجتمعات مقارنة بين الأشياء الشعبية في المجتمعات الأمريكي والعربي والهندي والصيني فقعدت في كل في كل مجتمع سنة في كل مجتمع سنة يبتدي يشوف ايه هي اهم العادات والتقاليد المجتمعية في هذا المجتمع ويبتدي يرسطها يرسطها طبعا هذا البحث يعيش التجربة يعيش الموقف ويجمع علمات ويبتدي يحللها ويرسطها ويقارن منها ويه هذه السلوكات ويه تأثيرها على ثقافة المجتمع فيما بعد هذه البحث دي قوية جدا يا جماعة لاني بتستخدم في اغراض يعني سياسية انا لم اعرف طباع الشعوب يعني محدش الان يستهان بالبحث الانسانية المحوث الانسانية مهمة جدا لان انا بعرف منها خصاص المجتمعات لم اعرف خصاص المجتمعات وعاداتها وتقاليدها اقدر اتعامل معها اقدر اتفنن في التفاعل معها يعني مثلا في اديكم مثال على الهنود الحمر لما جال امريكان يحتلوا امريكا عشان يتغلبوا على الهنود الحمر ما كانش جادرين يتغلبوا على الهنود الحمر كانوا بيقوموهم بشدة ويقتل عدد كبير منهم فاستعانوا بمين عشان يتغلبوا عليهم استعانوا بعلماء الاجتماع فقالوا لهم الناس دي ايه الاشياء اللي بتؤمن بيها فوجدوا ان فيه عادة بيؤمنوا بيقولوا لو ظهر ضوء في السماء معنى كده ان احنا هنموت كلنا فالعرف هذا المعتقد فابتدوا عملونهم الضوء ده في السماء فالهنود الحمر خافوا وابتدوا الامريكان بيقى يتغلبوا عليهم ويقتلهم جميعا من خلال هذا المعتقد فمن خلال عراء معرفة خصائص ومعتقاتات المجتمعية يعني هذا اقوى من السلاح اقوى من اننا استخدم مع السلاح لما اعرف هذه المعتقادات اقدر اسيطر على الاشياء يعني ايضا لما في تفاعل المعتقدات لما انا ادرس في القاع الصفية لما ايجا ادرس في القاع الصفية اذا لم تستطع معرفة خصائص الطلاب لن تؤتي تدريسا جيدا اذا لم تعرف خصائص طلابك لن تؤتي تدريسا جيدا فلازم اعرف خصائص الطلاب بتوع دول ايه نمط التعلم بتاعهم ايه اغلب النمط الشياء هل نمطهم سمعي ولا بصري ولا حسي ولا حرقي لما تعرف اغلب النمط التعلم هتقدر تستخدم استراتيجيات تدريس مناسبة لتعلمهم. يعني اذا كان اغلب الطلبة سمعين فهنا طريقة المحاضرة مناسبة ماشي. لكن اغلب الطلبة بصريين فهنا يحبوا حاجة يشوفوها ما يحبوش المحاضرات بصمه مثل لا ده عايزين المحاضرة تكون مدعمة بصور تعمل باور بوينت تعمل باشكال مربوطة بالواقع بتاعهم وهكذا فلا اذا عرفت ما خصاص المجتمع اللي انت بدرسه وخصاص الطلبة هتقدر التعامل معهم بطريقة ايضا بالنسبة لأولادكم الأولاد. لو انت لو كل انسان عرف ايه الاشياء اللي بحبها ابنائه هي يقدر يتعامل معهم باحترافية لكن اذا لم تعرف ما يحبوا الأولاد او ما يميزهم او كيف تتعامل معهم عمرك ما تعرف تتعامل وهي بفيه دايما صراعات بينك وبين الابناء فهنا دراسة السلوك الانساني مهمة مهمة جدا ايضا تسهل الاستبانة على الباحث جمع مكة سرع جدا من عدة اشخاص في وقت محدد الاستبانة تكلف ماديا من حيث تصميمها وجمع المعلومات مقارنة من الوسائل الاخرى لا تحتاج العدد كبير من الافراد لغرض بتابعة الاستبانات يعني ممكن الباحث يتابعها او مجموعة افراد او يكلف فريق ببتابعة الاستبانات جمع البيانات تتيح الاستبانة جمع البيانات اسئلة موحدة لجمع افراد العينة دايما اسئلة ما فيش اختلاف في حين انها قد تتغير صيغة بعض الاسئلة عند طرحها في المقابلة يعني في المقابلة ممكن استخدم اسئلة مختلفة من باحث الاخر من باحث الاخر تصميم الاستبانة ووحدة الاسئلات يسهل عملية تجميع البعلومات فيما جميعهم وبالتالي تسيرها ووصول الى استنتاجات مناسبة يمكن مباحثين اختير الوقت المناسب لهم والذي يكونوا فيهم مهيئين نفسيا وفكريا للاجابة على اسئلة الاستبانة نشوف العيوب زي ما شفنا كل حاجة في الدنيا لها مميزات ولها عيوب وان كان لازم نعرف العيوب علشان نقدر نتجانبها ولازم نعرف المميزات علشان نقدر نستخدمها الكثير من الناس يتضادوا على الاجابة عليها خصوصا اذا لم توجد محافزات يعني دايما ما فيش احد طبق بحثه وليجي نسبة الاستجابة بتاعته 100% دايما 80-90 وهي يعني النسبة المقبولة من 75 الى 100% تعتبر نسبة مقبولة من الاستجابة المجتمع طيب التأخر في عادة استبانة الى الباحث يقلب من دمسين لعينا ومجتمع الدراسة وينتج عن ذلك عدم صلاحية النتائج للتعميم في بعض المستجيبين يتأخروا والباحث يكون مرتبط وقت معين او عنده عنده مناقشة مثلا بعد فترة محدودة او عنده الاخر ترمي ليه هذا الترم والمباحثين المتخرين فهذا يسبب العطل وهنا تيجي مهارة الباحث تيجي مهارة ليه الباحث لازم اتابع اذا كنت عارف العينة بتاعت اتابعهم اتواصل معهم هاتفيا طب كرمان ممكن اتواصل معاك الوقت المناسب عشان تردين لي الاستبانة وهكذا لازم يبقى فيه مش ارمي الاستبانة واسيبها يعني وهنا العيوب يعني بعض او او بس هنا او استخدم الاستبانة الالكترونية بس هنا فيه نقطة مجاز فاذا كانت الاستبانة الالكترونية انا بعملة بس الناس غير المجتمع غير مجتمع لانا اقصده فهنا هتكون فيه اه طبعا اختلاف في العينة لكن اذا كنت اقصد عينة معينة من جامعة الملك خالد فصعب ان انا اعملة عجم انها لازم اتطبق على المجتمع على الملك خالد يعني لازم ااخد عينة من المجتمع من جامعة الملك خالد مقدرش اخر لجامعات اخرى واخد منها استجابات أيضاً سهلة التصميم نسبياً لكن نحتاج إلى الوقت والخبرة لتقضيرها بشكل دقيق كثير من عيوب الاستبانة يمكن ترى فيها إذا كانت الصالة مباشرة بين الباحث والمشارك عدم جدية المشاركين ولجوء إلى الإجابة العشوائية ودي أن ممكن نتغلب عليها إزاي الإجابة العشوائية أحط إجابات عبارة سلبية وعبارة إيجابية وأتأكد من جدية المحفوص هل فعلاً جاوب بضقة ولا بعدم دقة إذا وجدت أنه وجهه بعدم دقة فهنا بستبعد الاستبانة بتاعتي وارتح منها وإن كان النظريات العلمية بتقول لي كل هذا الخطأ هو الخطأ الإجابة العشوائية هو أحد خطأ القياس هو سمى خطأ خطأ الاستجابة ولكن في بعض النظرية العلمية بتقول لي كلما زاد حجم العينة كلما قل خطأ هذه الأخطأ كلما زاد حجم العينة كلما قل هذه الأخطأ لذلك ليه أنا بحض السأل نفسه ليه أنا بلجأ العينة وعشوائية وليه باخد عينة مثلاً كبيرة لعشان أتفاد هذه الأخطأ كلما زاد حجم العينة كلما أنا متفديت هذه الأخطأ وكلما وصلت إلى نتائج قريبة من المجتمع الحقيقي وكلما كانت التوزيعات توزيع الباناة توزيع طبيعي يعني يتبع التوزيع الطبيعي كلما فعلاً كانت الباناة أيضاً ممثلة للمجتمع وأيضا كل ما كانت العينة عشوائية كل ما أيضا كانت العينة ممثلة لمجتمع وأيضا كل ما كانت عبارات الاستبانة صادقة وسابتة كل ما كانت النتاج أيضا بتاعتي دقيقة عدم فهم واستعاب بعض الأسئلة وبطريقة واحدة ولكن لكل أفراد العينة معينة خاصة إذا ما استخدم الباحث كلمات أو عبارة تعني أكثر من معنى أو عبارة غير بعلوفة لذا فهمينا المهم أن تكون هناك دقة في سياغة الأسئلة السبانة يعني مثلا أنا أستخدم عبارة مبهمة عبارة غير دقيقة مش كل الناس تفهمها طبعا طبيعا هتلاقي هتلاقي فيه وهنا عشان تجنب هذا الخطأ إزاي لازم تكون العبارة قصيرة ومفهومة واضح ولو فيها مصطلح جديد أوضحه مش مشكلة أقول له المصطلح ده يعني كذا كذا هنا علشان ما يحدث ولا يحدث التباس في الاستجابات من المبحثين قد تفقد بعض نسخ أثناء أرسالها بالبريد أو كذا لذا لابد من المتابعة للإجابات وتجهيز النسخ إضافية يعني مثلا اديت السبانة الواحد ضيح فأنت يبع عندك نسخ تانية تدي له واحدة تانية مش مشكلة ثلاثة اثنين وكذا لحد ما يرد يجب عليك على السبانة من السبانات فهنا في نسبة فقط قد يشعر المبحث بالمالة والتعب من أسئلة السبانة خاصة إذا كانت أسئلاتها طويلة وكثيرة طبعا قلنا السبانة كل ما كان أفضل تكون قصيرة وتحقق أهداف في البحث بتاعك والله إذا كان بحثك مدعوم ده شيء آخر من جهة داعمة أو منحة أو مشروع وطني دا شيء آخر قال يعتبر الشخص المعني بالإجابة عن أسئلة السبانة بعض الأسئلة غير جديدة بعطائها جزء من وقت تفاهتها فمثلا إذا فهنا يجب الانتبال مثل هذه الأمور عند أعداد أسئلة السبانة يعني فيها أسئلة تفاهة يقول لك كيش إلى أسئلة تفاهة هذه يروح سيفها ما يجاوب عليها وهنا تسمى عندك إجابات مفقودة أيضا إجابات المفقودة هذه في طريقة للتعامل معها كيف نتعامل معها سواء بالتعويض عنها على المتوسط أو تركها كما هي إذا كانت لا تؤثر في نتائج الاستبانة دي اسمها القيم المفقودة ودي لها طريقة في التعاون معها إحصائية يعني كل العيوب هذه ممكن أتفاديها سواء علميا أو إحصائية قال يفصل مشارك بعض الأسئلة تفسيرا قطينا فتاة إجاباته غير دقيقة وده وارد لا يتحلو المشاركين فرصة بتوضيح الأسئلة الغامضة وارد ليست مرنة مثل المقابلة أو جماعات التركيز لأنها تقوم عادة فقط على جامعة معلومة متعلقة بأسئلة معينة وتضمينها داخلها مواشرة يعني فيها أنا عايز كذا وكان منك كذا وكذا مش عايز مش فهاش مرونة مفهاش مط قد تكون الإجابات على جميع الأسئلة غير متكاملة بسبب إهمال إجابة هذا السؤال أو ذاك سهوا أو متعمدة زي ما قلنا فيه فقط يتأثر المشاركة في الإستبانة بطريقة وضع أسئلة ويكتشف هدف الباحث في أميل الإجابة التي ترضي الباحث وهنا نقطة مهمة جدا يعني ما أقولوش أنا مثلا أنا مثلا هنا تبقى الإستبانة على سئلة موجهة وهنا نقطة أن أنا أوجه أوجه الباحث لإستجابة أنا عايزها هذا خطأ كبير جدا هذا خطأ علم كبير مثلا أنا عايزه براضي جدا وقوله والله الدولات التدابية دعا ممتازة هنا أنت وجهته أنه يختار موافق جدا لازم تكون الصيغة غير موجهة يعني الصيغة مثلا الدورات التدريبية تقدم للمعلومات مفيدة أحفز أعضاء أرى أهمية تحفيز أعضاء التدريس لحضور الطاولات التدريبية وهكذا مماشي السؤال موجه لإجابة طورة دي الباحث يصع التحقق من دقة الإجابات طبعا في بعض أحيانا ممكن أن تصبح صعوبة وإنها تغلب على هذه بين السئلة العكسية أو العبارة العكسية يعتمد الاستبانة على القدرة اللفظية في الإجابة عليها لذا فهو لا يصلح للأشخاص غير الملمين بالقراءة والكتابة إلا إذا كان الاستبانة مصورا يعني هذا يصلح مع الكبار مع الأصغار مع الصغار ما يصلحش إلا إذا كان الاستبانة زي ما قلنا الاستبانة المصورة تصلح مع الأطفال قد يفقد الباحث اتصاله الشخصي بأفراد الدراسة يعني ممكن يفقد إيميل يفقد تتواصل الاتصال فعادي ممكن يعوضوا بمبحوث آخر يعني مثلا إذا كان الدكتور بتعاون مع مجموعة مرضى ويطبق عليهم استبانة قد يفقد أحد المرضى بسبب سفره بسبب موته فهنا ممكن يؤثر على العينة فيبتدي يبحث عن فرض بديل يدخل في العينة في عينة البحث خصوصا زكاة عينة البحث هنا محدودة في هذه الأشخاص يمكن تأخذ وقتا لبأس به التوزيع والمعالجة والتحليل والتزويد طبعا ممكن تأخذ وقت شهر أو شهرين ثلاثة ممكن أنواع العبارات التي تدمن الاستبانة طيب تعالوا خش بقا أي أنواع السئلة العبارات تدمن السئلة عندي تتكون استبانة من أربعة أجزاء أي استبانة تتكون من أربعة أجزاء في أغلبها بعضها تصاق عبارته في صورة أسئلة فتسمى أسئلة وبعض الأجزاء الأقل تصاق بصورة تقريرية أو قبرية فتسمى عبارات أو بنود أو مؤشرات أو معايير تمام والسياغة الاستبانة في صيغة سؤال أو عبارة قبلية يرجع لعدة أمور منها طبيعة أسئلة البحث طبيعة العينة خبرة الباحث معين زوقيات الباحث هناك أنواع اختلفة الأسئلة تعالوا شوف الأسئلة أشوفها للاستبانة المطبقة إن شاء الله خطوات تصميم الاستبانة عندي خطوات لتصميم الاستبانة هنا توجد طرق عديدة للعمل الاستبانة ولكن هناك طريقة عملية وخطوات جرائية لبناء والتصميم الاستبانة وفق نموذج علمي وهو كالتالي تعالوا شوف نموذج ألا الوقت عايز طبعا في حاجة اسمه نموذج دي كوفا نموذج إيه دي كوفا دي لازم أعرف دي لازم أعرف المتغيرات البحسية بتاحتي وأعرف موضوع البحسي بتاعي وأعرف الأسئلة البحسية بتاعت أنا عايز عمد دراسة عني الاحتاجات التدربية يبا هذا المصطلح اذا معرف ايه هي الاحتاجات التدربية بتحتي انا عايز احتاجات التدربية في مجال البعد الاول البعد الاول مثلا في مجال البحث العلمي مثلا مجال البحث العلمي طب ممكن البحث العلمي كتير انا عايز في مجال البحث العلمي فين في التحليل ولا في اعداد البحوث ولا في النشر علمي. مثلا مجال مجال البحث العلمي عندي عندي اعداد الخطط البحسية. عندي في مجال الادوات البحسية. في مجال عندي مثلا البعد الثالث التحليل الاحصائي. في مجال مثلا النشر العلمي. هذا بعض. يعني هنا السؤال هيكون ازاي بقى السؤال البحثي. ما الاحتاجات التدريبية لعضاء هاي تدريس بجامعة المال الخالد في مجال الخطط البحسية. ما الاحتاجات التدريبية لعضاء تعزيز بجامعة المال الخالد مثلا اه في مجال الادوات البحثية. في اه في مجال احتاجات التدريبية. في مجال التحليل الاحصائي. في صياغة اسئلة البحث. صياغة اهداف البحث. صياغة اه محددات البحث. سياغة فرضيات البحث وهكذا وحط العناصر بتاعت وحط طيب كيف سياغة أسئلة البحث سياغة السؤال كيفية تفرع الأسئلة من موضوع الدراسة وهكذا حط عبارات وحط هذه الأشياء داخل استبانة بهذه الطريقة أنا أخذ مثال أنا أخذ نأخذ مثال عملي هنا استبان البحرات الأحصائية هل واضحة مشاركة معك أخذ اشترك في القناة اشترك في القناة هذه في بعض الاسبانات بلاقي بعض الباحثين حططلي هذه المتغيرات في صفحة كاملة بتاخد منه وقت لا بحاول بقدر امكان اضعها بصورة سالسة بحيث بتخشي منه حيز في الورقة شوف يعني كذا شيء في سطر واحد في طالة سطور وقدر تجمع منه كمتغير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طيب هنا هذه المتغيرات تسمى المتغيرات ديموغرافية متغيرات ديموغرافية الجنس كلية درجة العلمية العمر حال سبقة طب هنا العمر هنا هذا المتغير مغلق ولا مفتوح انا سايبه هنا مفتوح سايبه هنا مفتوح ليه لان لو عملت مغلق اولا انا بالذكر بالذكر فهو اي واحد احط لي العمر بعدين انا لما اجي احلل ابتدي اعمله في كاتيجوري اعمل اعمار هدي في فئات يعني خليها اشوف اكبر عمر واقل عمر واشوف المدى بتاعهم كام وابتدي اوزعها في فئات مثلا اذا كان من عمر من عشرين اذا كان المدى عندي العمر خمسة وعشرين نقص عشرين يبقى خمسة المدى خمسة فممكن اعمل عمر من واحد لثلاثة ومن ثلاثة الى خمسة وهكا اعمله في فئتين او اعمله ثلاثة فئات زي ما اضطراء لي واضح طيب هل سبق ان درست مقرر الاخصاء نعم او لا هل سبق ان اقصد دورة تدريبية التقصد في المرحلة السنوية المواد تعال نشوف العبارات شايفين العبارات واحد لحد سبع من واحد سبع لستة دولة يتبعوا احد يتبعوا ايه احد المحاور هنا اين ليه ما ذكرتش المحاور انا هنا لان مش هيفيد المبحوث هنا ان انا حط له المحاور بتحتي انا تفيدني انا فانا امعرفها النفسي فانا عارفها فالمحاور هذه ومن واحد لستة تبع بعد من الابعاد اللي هو اسمه البعد الاول اللي هو تحديد بيانات هذه تشمل هذه العبارات البعد التاني اللي هو تخلي بيانات طبعا من العبارة ستة للعبارة 22 ثم البعد التالي من 23 ل 30 ثم الرسوم البانية من 31 ل36 ثم من 37 ل47 البعد الاخير هنا مدى تمكنك المهارة هنا اذا كله لا اعرفها لان طبيعي ممكن بعض الطلباء ما يعرفوش هذه المهارة وفي هنا ضعيف جيد جيد جدا ممتاز وهنا درجة اهميتها بالنسبة لك غير مهمة مهمة قليلا مهمة احيانا مهمة كثيرا مهمة تمام او مهمة مهمة بكثرة فطبعا هنا تدريج 1 2 3 4 5 هنا برضو 1 تدريج 1 2 يعني هنا اعلى شيء وهنا اقل شيء هذا بالنسبة لأحد الاستبانات فممكن تذكر هنا هذه العبارات وهذه التدريجات هنا الدرافة هذه ممكن تتعامل منها بحسين درجة التمكن من المهارة ودرجة اهمية المهارة او ممكن اعملها بحس وقارن من هذا وهذا وممكن اعمل مقارنات بين هذا وهذا وعندي المتغيرات الديمغرافية لو عايز اعمل مقارنات ممكن اعمل دراسة وصفية بس ان انا اسرد التكرارات هنا تكرارات النسبة المقوية لكل عبارة من هذه العبارات فاشوف كم الأصوب احصائي يمكن الارتباط بين مادة التمكن ودرجة العلمية الاختباط وممكن أولس الفروق بين الكلية ومادة التمكن والدرجة العلمية وبيضة العمر وممكن هل سبق العلاقة بين درس المقارات وهذه العبارات وهل العلاقة بين حضور دورات وهذه المارات والعلاقة بين التخصص في المرحلة السنوية واكتسابه لهذه المارات يعني ممكن أشوف هل في علاقة بين التخصص العلم والأدبي باكتساب الطالب لهذه المهارات أم لا بحيث هذه ممكن تفيد في أن الطالب مثلا التخصص العلمي الكليات اللي ممكن يرشح لها والكليات اللي لا يرشح لها والكليات اللي ممكن طبعا كلات العلمية وتطلب ما في محصائية فهنا طب لازم يكون الطالب خريج قسم علمي طب هل الطالب اللي مثلا كله زي در تعمل ممكن يخشها علمه وأدبي ما يعنيها كلها علمية لكن طب ازاي الطالب الأدبي أننا يخش كلية إدارة أعمال وهو ما عندهش خلفية خلفية حصائية خلفية حصائية طب كيف أدعم هذه الخلفية الحصائية عنده أننا أدرس له مقرارات الحصاء في السنة الأولى المشتركة أو السنة التحضرية وهكذا طيب في استمعانة أخرى كنا عايزين تتطرق استمعانة أخرى استمعانة المهارات الحاتية هنا الاستمعانة فيها كل المحتوى هذا الخطاب هذا شعار الجامعة وهنا الخطاب الكفرليتر حرصة من كذا على تطوير برامجها التدريبية هذه قمت بيها هنا قد ساعدة أجراء دراسة أصل البرامج التدريبية التي تقدمها مادة تطرق في تنمية بعض المهارات الحاتية لدى عضائي التدريب بجامعة المالك سعود وهذه الثبانة التي بين أيديكم أحد أدواتها يرسلنا العمادة لتقديم خدمة أفضل لعضائي التدريبية وتحقيق الرياضة والتمييز في ذلك ونظر لعمية أرجاء قراءة العبارة علما بأن البيانات السرية ولن تستخدم إلا لغرض البحث العلم هنا الفريق بس هنا ما حطناهاش البيانات أنا شريعا كان أنا حطتها في الاسبانة الأصلية هنا البيانات الديمقرافية وهنا أيضا أنا صممتها بطريقة كترينية هنا حضوري هذه العبارات أيضا العبارات هنا حضوري للدورات التدريبية ساعدني في كذا التحدث مع الآخرين ولو كانوا غرباء وافق وشدة وافق وفق لحد الماء وافق بدرقة قليلة غير موافق أنا خطتها تدريبية كده أيضا لو جبتلكوا الاسبانة الأصل هنا مش واضحة معا طيب ها الاسبانة غالجة حاضر هذه السبانة المهارات أهي هادي السبانة المهارات أهي هادي القفر وهنا المحور الأول المحور الأول مهارات الاتصال أو مهارات الانصال المحور الثاني مهارات حل مشكلات المحور الثالث مهارات إدارة الوقت المهارات التفكير النقل اخترنا أربع محور كل محور هذا ليه سؤال بحسي ليه سؤال إيه بحسي يعني ما مهارات الاتصال ما مهارات الحل مشكلات ما مهارات إدارة الوقت ما مهارات التفكير النقل وهنا وضعنا العبارة من 1 إلى بعارات الاتصال العبارة من 1 إلى 16 تقييس البعد الأول هذه العبارات تقييس البعد الأول البعد الثاني مواجهة المشكلات التي هي تقييس البعد مهارات حل المشكلات واتقاز القرارات البعد الثاني البعد الثالث تقصيص جزء من وقتي اللي هي عبارة عن إدارة مهارات إدارة وقت مهارات التفكير الناقض والبعد الرابع تجنب الأخطاء الشعاع في التفكير المنطقي تحديد وكذا تحليل تأسير المدربين على المتدربين هنا الأسئلة البحثية ما أثر البرامج التدريبية في تنمية مهارات الاتصال لدى عضاية الرزيز بجامعة الملكة ما أصل البرامج التدريبية في تنمية مهارات حل المشكلات هذه الأسئلة البحثية نيجي بقى دي الأسئلة البحثية الوصفية يعني إيه الوصفية يعني أنا بعمل مجرد تحليل وصفي وأحسب تقرارات نظمة وي لو عايز بقى دراسة بحث استدلال أحصائي استدلالي فهنا بنخشي الأسئلة السلطة الفروق بقى ما مدى تأسير كل من حضور الدورات وعدد الدورات على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها بجامعة المكسوعة ما مدى تأسير كل من الجنس والعمر والدرجة العلمية والكلية والوظيفة على الاستفادة طبعا لم نجد تأسير لهذه المتغيرات على أشياء لكن وجدنا تأسير لحضور الدورات الدورية وعدد الدورات على الاستفادة من البرامج التدريبية وهل هنا السؤال هل توجد فروق زادة دراسة الحساسية في تنمية المرات الحساسية على بعض المتغيرات الجنس والعمر ما قلية تطوير البرامج التي تقدمها هذا سؤال كان سؤال مفتوح في الاستبانة يعني كان سؤال سؤال مفتوح مع الاستبانة المولاقة هذه واضحت وهذا الكفر الليطر وهذا الشعار وهذه عنوان الجامعة وهكذا وهذه بيانات الباحثين وأنه مفتوح طبعا تم تصميمها الالكترينية وطم تطبيقها الو السلام عليكم الو نا ست دقائق طيب ناخد منقشة مناقشة طيب أفضل المورسات في تصميم الاستبانة عندك الإجاز الوضوح عندي الزواء الإجاز الوضوح عندي الإجاز والوضوح وعندي غير الرئيسة محافظة التقييز عندي عدم تكرار الفئات عدم تتجنب الأسئلة المحرجة هذه من أفضل المورسات وضيقناها سابقا بكده نكون قد أنهينا الدورة بإذننا ونطرق المجال الآن لتساؤلات فلما حضرتكم عنده أي منقش أي سؤال فليتفضل مشكورا طبعا أشكركم كثيرا جدا على ساعة صدركم وعلى وقتكم وأتمنى من الله أن تكونوا استفدتم وهذا الاتصال أنا كنت عايزة أتكلم أيضا على السبانة الإلكترونية وكيف تصميمها فإن شاء الله نتكلم عنها في دورة أخرى بإذن الله تعالى الآن نترك المجال للمناقشة حتى لو أحد عنده استصال أو شيء حيوة طيب شكرا جزينا لكم الله شكرا على أرجو إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الدورة وكل واحد خرج منها بشيء مفيد إن شاء الله بالنسبة للشهادات الدورة الدورة يتسألوا عنها الدكتورة رائدة هي اللي عندها خبر بهذا الموضوع هل في شهادات الدكتورة بالنسبة للدورة إذا كان فعلا خير لا أدري أو لا أعلم حطوه لكود واحد نعم بس أنت تبع عرفه في التحليل إن الكود واحد هذا إنه معناه لا أدري يعني هو مش هياخد تصنيف يعني إنت هتبع عارف إن الكود لا يعني هذا واحد ده بالنسبة للسيبات لا يعني دكتورة صفية تولد مرة تالتة اللي أتا أحضرها معك أنا أول مرة أقدمها بجمعات من الخيار ممكن حضرتها معا شكرا شكرا جدا دكتورة صفاء شكرا جزيلا لكم والله هي أنا نعم كل الدورة هذه قدمتها ولكن كل مرة بقدمها بطريقة مختلفة يعني كل بطور فيها وبقدمها بطريقة مختلفة عن أخر بالنسبة للغدر إن شاء الله فيها نعم كيف نحلل الاستبانة كيف نحلل نحلل الاستبانة إحصائية باستخدام برنامج SPS أنوفا ده أحد الأسريب الأحصائية المستخدمة في SPSS أحد الأسريب الأحصائية المستخدمة في SPSS نسمى الحصاء استدلالي أنا شاكر دكتورة ظهور وشكرا دكتور يحيا عسيري شكرا شكرا دكتور عصاء عيسى حزاء دكتور عيسى بالنسبة لجلسة غدر تقريبا لها رابط آخر أعتقد جلسة غدر إن شاء الله لها رابط آخر إن شاء الله غدر بإذن الله يكون التطبيق مباشرة مثل البرنامج في دورة أخرى بإذن الله نعملها إزاي تصمم الستبانة على جوجل أنا في نموذج هنا بس مش عارف عرضه في نموذج إزاي نصمم الستبانة على جوجل أنا كنت بجاهده ولكن الوقت لما يسعني في عرضه كيف تصمم الستبانة إلكترونيا ولكن ممكن نفرد لها دورة أخرى بإذن الله شكرا دكتور وفاة حافظ إن شاء الله وسعدنا بكم شكرا دكتور محمد إسماعيل جزاك الله خير دكتور وفاة حافظ شكرا شكرا شكرا